هذا ما ستوصلك ليس ما سيوصلك لا الفلوس ولا المحل ولا اللوجو ولا اي حاجة إذا كنت مؤمن بهذا وضعت هدف قدامك هتمشي عليه هتوصله كيف تقدر تجيب قليلات يدفع لك من 5000 جنيه لعشرين ألف جنيه تعمل لهم شابفاي أو كيف تتعلم تعمل هذا لكي تعمل في شركة محتاجة تمسك لهم شابفاي الناس فعلاً محتاجة للموضوع ده ونقص في السوق وفيه جاب كبير جداً لأي حد شاطر اي حد يحط وقت وهيتعلم وهيبقى عايش تعمل حاجة ممكن نجيب لك شغلانة بكزة طريقة مختلفة وممكن تبقى فريلانسر على أبورك على حاجات زي كده زي ما احنا ممكن نشوف الواحد بالتفاع له من 35 دولار في ساعة لفوق المية دولار ومتين دولار في ساعة معايا علي وعمر عندهم شركة اسمها بيعملوا بيعملوا من شابفاي هيتشرحوننا ازاي هما بدأوا شركتهم من ولا حاجة من لا شيء يقدروا يشتغلوا من اي حتة هما عايزينها في العالم فلو انت عايز تشتغل كشوبفاي ديفولوبر سواء كفريلانسر او بتعمل فريلانسر على هابورك وتبقى قاعد بتشتغل فريلانسر دوعك على البحر تدوس على اللينك اللي تحت عشان تبتدي معانا الكورس نهاردة معانا حلقة جديدة يا جماعة ومعانا حلقة مهمة جدا معانا الاستاذ محمد ماجد صاحب شركة ديوك تمام ديوك شركة كوزماتيك اه شركة عناية عناية بالبشرة بالبشرة كلها من منتجات طبعية طبعية هاند ميد كلها من منتجات طبعية هاند ميد محمد بدأ الشركة دي من الشقة عنده ديوك وهو اللي تلعب اه كل كل حاجة بتتحط جوه العلبة دي هو اللي اكتشفها وهو اللي عملها وهو المخترع بتاع البراند ده والنهاردة محمد هيحكي لنا ازاي بدأ الشركة بتقريبا لاشيء بالضبط اه بتقريبا لاشيء لاشيء ده ايدياك يعني كام منو انا يعني الفكرة كلها ابتدت من سنتين كنت انا يعني في ربع كلها اوكي وابتدت اللي هو انا كنت في ألمانيا وكنت بتكلم مع ناس صحابي فانا اوز انترستنج في هيت كنت بتدرس في ألمانيا لا انا كنت شو بادرس في ألمانيا بدرس مواصلة انا خريق سيدالة عين شمس هنا اوه انت صيدالة اصلا بس انا خريق سيدالة عين شمس الايديا ابتدت منو انا في ألمانيا انا كنت انترست جدا كنت بادرس كيمستري منو انا في اي جي اوه في المدرسة يعني كنت بادرس كيمستري وبتاع فانا عندي انترست جدا في حتة ايه الكيمستري وحتة اللي احط حاجة على حاجة ومش عارف ايه فانا كيمستري بالنسبة لي باشن بعدين لما ابتديت اطلع ألمانيا احورك عملت حاجات وانت صغير فرقعت وبتاعها وكده كل حاجة حاجات ياما بواس كل حاجة فانا اخش المطبخ اقصر الدنيا وحاجات وهم يتطردني لا على طول كانت القصة ايه دي المشكلة فالايديا ابتدت الفكرة نفسها ابتدت من هنا فانا كنت بسافر ألمانيا في الصيف من وانا في المدرسة باشتغل في شركات مولتي ناشنل ليه علاقة بالاجريكولشر بالنسبة لي انا كنت شغال في الماركتين والسيلز كنت شغال بيس في الحتة دي لان انا بزنس سنترد قوي انا عديت على كل الدبارتونس بتاعت الشركة كومبو الغد دلوقتي غريب قوي انت صيدالي اه هنجمعه دلوقتي اه بتشتغل في ماركتينج سيلز وعملت دلوقتي براند كوزماتيك حاجة اه لا انا جمعت كله فابتدت اللي انا بتديت كنت شغال في ألمانيا في حتة كنت شغال في الصيف ثلاثة اربعة شهور كنت بسافرت منها في المدرسة فكنت بشتغل في الاجريكولشر في البيزنس ديفلوبمنت والماركتينج والسيلز والحتة دي عديت على كل الدبارتونس شركة زي ما كنت قلتلك عديت عليها بس لقيت انها الانترست بتاعي في الحتة دي في البيزنس ديفلوبمنت في حتة هاو تجروع بزنس كيف تجروع بزنس مع المدرسة ازاي ان انا اقدر ان انا اكيب المدرسة بتاعي وازاي ان انا اقدر اعمل اصلا عميل فورا لونج ترم يعني الهام حاجة انت بتفكر بالزبط فابتديت اول حاجة الدهاني عن الماركت ريسرش ومش عارف ايه في مصر فابتديت بعد كده كبرت واحدة واحدة معهم وابتديت مسؤول على الريجن بتاع افريكا وان انا جمع ماركت ريسرش وتيجي هنا بقى الايديا بتاعت اللي احنا كنت نتكلم عليها فكرة انا فعلا كنت ساعتها اللي هو انا كنت عايز اتعلم فانا كنت باشتغل يعني ممكن اقول ساعات كتير قوي وما كنتش اشمع انا بقى انت كنت بتفكر كده ان انت كل ده بتشتغل ومفيش دخل معانا ممكن تروح تاخد شغلانة تانية في المية بتدفع لك فلوس بالزبط لو اشتغلت سوبر ماركت ااخد اكتر من كده يعني لو اشتغلت اي حاجة تانية يعني هتاخد اكتر بلالك تباخده بالزبط يا ام اكتر ترجع مصر بعد السيف تعيش السنة كلها بالزبط وعيش بقى عادي وخلاص وانت يعني انت والدنيا لطيفة معاك فلوسك كل السنة كنت بصنا انا شايف نفسي بحيطة تانية انا شايف نفسي انا انا عايز ابلد براند عشان تبلد براند انت انك انك انت تبني في حتة البيزنس في حتة الماركتينج تشوف المالتي ناشنال كبرت ازاي يعني ايه تبقى فاميلي بيس كمبني وتكبر والمانيا كانت بالنسبة لي انفيرمنت قريب لدماغي قوي لان هما هارد ووركين جدا وانا الحتة دي اه وانا الحتة دي بالنسبة لي كانت اللي هي باشن بالنسبة لي ده الباشن اللي هو ايه ده انا في حتة تانية دلوقتي فبالنسبة لي مش مسألة قدمة مسألة ان انا بتعلم خبرات هنا بنتها في دماغي فعلا هي دي اللي خليتني ان انا اقدر ان انا افتح ديك لاتر ان جت من هنا بقى لو اه جت بعد كده وتفتكر يا محمد انت لو كتبتديت تشتغل بمرتب انت الحمد لله في فترتها ان انت مش محتاج ده وده الناس كلها مش في الظروف مش في الظروف دي صح انا عايزين ان محمد هي كده ظروف وكده بس انت لو كان انت لازم تشتغل منت عادي جدا ممكن تشتغل حاجة تدخلك داخل والحاجة التانية تعملها في الطايم التاني بتاعك لو تقدر برضو وتشتغل على نفسك وتكبر من نفسك والناس كلها في صيد الله والناس كلها في صيد الله عندي اللي هو احنا في الجامعة فاحنا احنا مقفولين لا احنا منفعش نطلع من الحوار ده لا انا في الاجازة هذا رايح بقى انا بقى لي سبعة تمن شهور انا كنت في صيد الله وكنت بشتغل بعد الجامعة بدرس وبعدها اللهي كنت بدرس في نفس الوقت وبعدها كنت في كزا حاجة دخلت فيهم كتير قوي دخلت في حاجة كتيرة جدا بصراحة يا بروه الناس اللي بتدرس صيد الله بيطلعوا اسكية جدا يعني احنا الشركة بتاعتنا هي واحدة وهي متخرجة من صيد الله وهي شركة بالضبط احنا عندنا دماغك حلوة جدا في صيد الله بس هو الفكرة ان هم يعني راشقين نفسهم في حتة الدراسة وبعدين بيخش جوه وبابل كده برافش يطلع منها فانا الايديا بالنسبة لي كانت فكرة اللي هو لا انا مش دا يعني انا دراسك كنت عايز ادرس برا مصر والفكرة كلها ان لما تعلمت برا مصر داداني opportunity ان ما كنتش عارف ان انا عايز ابني براند وجات الايديا بعد ثلاث سنين لما اشتغلت برا الايديا ابتدت من فكرة ايه ان انا دلوقتي عايز ابني براند وكل حاجة بس يلا نبتديها برا مصر معنا الباشن بتاعي برا مصر ما لقيتش نفسي غير برا مصر او الدنيا كويسة وتمام بس انا مش لاقي بتاعتي مش مش متماشية مع الفيلد في مصر ففى 2018 جات الفكرة بتاعت ايه اه انا عايز افتح براند فابتدت الموضوع في دماغي عايز افتح بتا افتح ايه طب اعمل ايه يعني انا انا بالنسبة لي انا انا اشتغلت انا اشتغلت حاجات كلها من الشرق والغرب وحاجات كديرة قاوي لا بعيدة قاوي عن اللي يعني ما اقدرش ان انا ادي فيها فلقيت ان انا نفسي كويس بيها ومش عارف ايه فاغرت ايه الحاجات اللي انا كويس فيها بالزبط las Frame لان انا في اللقطة دي كنت ايه في الحتة دي كنت انت اعلان قال ايه وكنت باحضر ايه كت target وناس كتيرا اى وبعض معاهم واسمع الناس دي بيتفكر ازاي وبتتكلم ازاي. لا الناس دي بتتكلم على sustainable environment. الحتة دي مش موجودة في مصر. يعني ايه تعمل حاجة very basic back to basics back to nature. الحاجات اللي هي تبقى very natural products والدنيا سهلة. احنا ليه قدناها ليه دخلنا في ابحاث وتدخلين نفسنا في دوامة. ليه بنخلق المشكلة ونحاول نحلها. لا احنا ممكن. نخلي الناس اللي بيع عندها شركات كيموائية ومساعدة تعمل فلوز. بالزبط. لازم نخلق مشكلة. لازم نخلق مشكلة عشان نحلها. بس هي الايديا مش كده الايديا ان انت ترجع back to nature. تبقى sustainable environment فلاح تكيد. وده كان حاجة فعلا انت. انا مؤمن بها جبدا. مؤمن بها وهوصل لها ان شاء الله فترة من الفترات. يعني انا هقدر ان اصل الايديا بتاعتي فكري. يعني انا في دي اوك او ما ابتدينا عملنا فكرة. ان احنا لازم نريسايكل لازم نعمل. ولسه الاستيل الاوفر ده موجود اللي هو انك انت بتاعتنا بتاعتنا وتاخد فري برودكت. جامل. داتس ايديا ان انا نوصل فكرة الريسايكلين نوصل فكرة sustainable environment يعني ايه عندنا حاجة تعيش على يعني على طول. مش مش لازم نخلق مشكلة نفسية نخلق كيميكالز نخلق كيميكالز وكصة دي كلها وابحاس وليلة. لأ احنا مش محتاجين كل ده. فعايز اسألك سؤالة برو برضو عشان انت اللي جامد فيك انت اول privilege عملتها شفت انت جامدفف ايه انت عازق مع نفسك كده انا جامد في ايه يا محمد انا جامد في انا جامداب الماركنج انا عايفت متى انا شاطر في الماركنج يا انا شغال برة مع شركات برة وشغالين في طبعات. عمر الذراعة. في الزراعة انا شغال مع شركات برة في الزراعة في انت بقيت فهم اه جو الزراعة وكده. وانت بتاعش على الكيميا عشان انت اشاب الكيمياوي صح? تمام. بعد كده جيت تقول طيب انا عايز اعمل بزنس ابتديت تفكر في ايه هي المشاكل اللي في حتة او ايه هي المشاكل اللي الناس بتواجهها او ايه هي التفكير اللي الناس بتفكره غلط ازاي جات لك فكرة ان انت عايز تعمل كده ان انت كنت تفكر عايز تعمل فلوس وخلاص ولا كنت فكر عايز فعلا تعمل حاجة ليها ايما وليها. انا بالنسبة لي كنت اتحطت هدف من زمان زي ما قلت لك اللي هو فكرة انا مش عايز يعني بالنسبة لي مش الهدف هو الفلوس. انا لو كان بالنسبة لي الهدف هو الفلوس وانا كنت اسافر تلات شهور للصيف اعمل فيهم فلوس كويسة واشتغل شغلان لجنب شغلان تي وكنت اعمل فلوس محترمة وارجع بيها على مصر ابقى تمام معي شققتي دينيتي الدنيا تمام خلاص صباح الفل. لا هي الدنيا بالنسبة لي مكانش كده. انا عندي بيربس. انا شايف نفسي ان انا عايز احقق شيء. البيربس بتاعي ان انا عايز ادني شيء من ولا حاجة. وان الشيء اللي ولا حاجة ده يطلع يبقى برودكت يبقى في السوق ويبقى براند من الملتي ناشنل براند. فابتدت من هنا يعني انا عايز احقق شيء مش هدفي الفلوس خالص لانا عايز احقق ان البراند بتاعي انا سيء او انا لسه معرفش. بالزبط هو كتهية كتهية الايديا كده اللي هو لا انا عايز احقق ده. طيب بصيت على كل الاندستريز في مصر عادة احنا في الاجريكالش في مصر متطورين شوية ودي حاجة الناس ما تعرفاش. احنا متطورين شوية وبنصدر وكويسين في الاجريكالش. فانا حيطة دي مش بتاعتي خالص. بلاس ان هي محتاجة الكابيتال الكبير. طيب ايه الحاجة اللي اقدر ان انا اجمع فيها التلاتة دول. شو انت معاكش فلوس دلوقتي معاكش كابيتال. بزبط معيش خالص انا ابتديت بحوالي اربعين الف خمسين الف كتر رقم اللي هو انا ما اقدرش هتحمل اكتر من دك. ما يفعش تفتح محل ما يفعش تعمل بالتلاتة مليون جنيه. ولا اي حاجة انا ابتديت اللي هو يعني كنت باجيب كل حاجة بنفسي اللي هو انا هعمل كل حاجة بنفسي. لان ما هو ما فيش تاني. يعني انت ما عندكش اي وسيلة تقدر تبني بها البزنس غير كده. انك انت تشتغل على نفسك وتبني بها. وده كان بالنسباني دي يعني دي الحاجة اللي هي ايه? انا حاسس ان انا انت مش فارق معاك الانجول انت البروسيس ده هو ده بتاعك اللي انت ماشي فيه. انا بالنسبالي وانا بعمل انا حاسس ان انا انا بعمل حاجة كبيرة قوي بالنسبالي. لان انا ده كلاش ايه وانا ابتديت اعمل جامد. ادينا يا بروز زي الواحد يفكر لما يبقى عايز يفتح بزنس زي ما انت كنت لسه بتشرح لنا دلوقت في ناس كتير عندها الدافع عندها اللي انا عايز اعمل حاجة جامدة. تمام? طب يوسف طب نبدأ في ايه? او نفكر ازاي نبدأ في ايه? ازاي ازاي نفكر نبدأ في حاجة? انا اشتغلت في حاجات كتير قوي. انا اطحنت نفسي في ست الاف حاجة. اللي هو انا قلت انا اشتغل في تدريس. لأ انا اشتغل في الماركتينج. لأ كنت بروح للشركة اقول لهم نازلوني لوجيستيكس. ابص على بتعامل ازاي? ابص على الحاجات دي بتتعامل ازاي? انزل البروداكشن. اشتغل على الماشينز. اربط حاجات. اشتغلت سيرفيس. عدت اربع اخمس اسابيع. اه في المانيا اللي هو بنزل مع الناس بنلف بعربية كده. نروح على وننزل المزارع وبتاعه. هو انت معاكش اصلا لبس. لبسك كله بيتوسخ كل يوم. هو اللي انت بتعمله في يومك ست ساعات بتطحن في حاجة انت اصلا بس انت بتحول تثبت لنفسك اندامش ده بتاعك. لأ. بتاعك في حتة تانية. فاتحنت نفسي تلاف حاجة. ده اول ستب. بالزبط. اه اللي هو اول ستب. جرب كل حاجة. كل حاجة من من ابعت حاجات تجي في دماغك. لو انت متشوفش نفسك في الحتة دي. انا كنت شايف نفسي من وانا في سنوي. انا انا مدرس كامسري. اصلا. اه. لو انا مدرس كامسري والباشن بتاعي في الكامسري وكتبعه مع صحابي والل هو هنعمل دروس ومش عارف ايه. وبتديت من وانا في جريد اليفن. يعني انا درس الكامسري درسها في جريد تان. جريد اليفن بقيت بدرس. انا خلص ده بتاعي. بعدين لقيت اللي هو لأ. طب لان انا اتلاقت برا مصر. اي اوبن ان اي. فتحت عيني على حاجات كتير قوي. فتحت عيني على تاني. لأ. مش ده بتاعي. اه دي حاجة انا بحبها. عادي ان هو يتغير. عادي ان. عادي جدا. لا احتكيت بانفيرون تاني. اشتغلت في مولتي ناشنال كورب. حسيت انه دي حاجة كبيرة. بحاجة كويسة. بالنسبة لناس كتير. ده بالنسبة له الاندجول. طح. بالنسبة لي انا كان لأ. ده مش الاندجول. انا بالنسبة لي انا عايز ابني شيء. راحتك. بالزبط. بل انت محتاجه. وانت ليك انت تبقى مسوط. بالزبط. فتحنت نفسي في كل ديبورتمنس الشركة زي ما قلت لك. برودكشن لوجيستيكس كل حاجة. وبعدين انت دي الستيبس كلها انا جمعت كل الافكار دي. ان انا لقى. لقيت الباشن بتاعي في الانتربينيرشيب. لقيت ان انت بتحس. عارف اللي سبارك اللي هو انا انا بحقق شيء. اللي هو انا فعلا ان انا هنا انا حاسس بان ده I'm doing it to special. جميل. فانا حسيت الحاجات دي في التلت في التلت مناطق دول. وحسيت ده انا بابني البزنس. يعني وانا في الاول اللي هو ما تراجعتش لحظة عن ان فكرة البزنس بتاعي. وجات الايديا بقى ان كل حاجة بتعندك بقى وعيلتك بتعندك وكل حاجة اللي هو انت هتعمل بزنس تاف كلية. انت انت في صيدالة يا ابني. اللي هو انت هتعمل كده ازاي. لأ انا شايف نفسي ان انا اعرف ابني ده عادي وعنديش مشكلة انا عندي عشرين سنة اعرف اعمل ده دلوقتي. مفيش مشكلة. النهار ده عندي عشرين سنة وبنيت حاجة من لاشيء. فاللي هو انت فعلا دي بالنسبة دي الحاجة بالنسبة لك. انت بتدهر عليه. فتحانت نفسي زي بلتك في ستمائة مليون حاجة. كونت افكار. كونت حاجات ممكن دي تتغير قدام يعني ممكن. مية في المية حدط مية في المية. ده ده الطبيعي. ده الطبيعي بالنسبة لأي شخص. بس انا مبسوط بالله انا وصلت له. بفكر نفسي بحاجات انا كنت بفكر فيها زمان. لأ اللي هو انا لأ انا فعلا تطورت. وتفر اي حاجة بتحصل لك. لأ انا فعلا سألك سؤالة محمد قبل ما تقول لنا تاني عن حيطة اللي انت وانت اللي لما كنت شغال في المانيا ماشي وانت عارف ان هو ده مش الحاجة اللي انت عايز تعملها انت اكتشفت خلاص لأ. فيه ناس بتعمل عارف ان هو مش هو ده اللي هم لازم يعملوه او مش هو ده الشغف بتاحهم. فميعملوش خاز. فما يعملش ولا شغل ويقول لك لأ. بس عادي انت كنت عارف ان مش هو ده بالصبارد وكملت فيه. بالزبط. ان انت محتاج ده عشان انت عارف ان ده ممكن يفيدك بطريقة الغيت لما تلاقيه. هو بيبيع وقدر ان هو يبيع بمية مديرتي على طول شايفة ان whatnotn is enough فاكت. واي Where i started free لانسنج في الأول واول قل меньصة اشتغلت معاه ادني 8000 جنيه يعني بتقعد من صدلع كلام وقال? خمسة.She tell godine 10 من انستغرا من قبل ما يبعدها يا الفين كانت بمم فمش فرعا عندي فلاورز قد ايه المهم ان الفلاور اللي حييلي بيهتم بالكونتنت اللي انا بنزله يعني هو ليه بيدفعلك سبعة تلاف جنيه في شهر ويكمل معك جعله على الاقل خمس اضعاف واو وبتعاملت الشغل ممكن بالموبايل هو كله قصة من الموبايل محتاج ان انت بتستخدم طول هي بتنزل لوحدها فانت تشتغل اربع ساعات في الشهر وخصص كم كل الطول مستخدمة لفريد وهي الطريقة اللي انت بدأت بينا ما لست اشتغلك يا لحظة تلوقتي لو عادي تشترك كورسو على طول دوسوا باينا ونشوفوا جوة كوميولاتي بطريقة الغاية لما تلاقي دي حاجة كنا بنتكلم عليها قبل البودكاست فكرة يعني اللي هو مش عارف يعني ايه بالعرف بسي هوميولاتي بالزبط اه اضحن نفسك في حاجات انت عشان تحس بقيمة الحاجة اللي انت هتعملها التانية قدام يعني انت لو انت كنت خدت فلوس مثلا من من الله ولاي حاجة وروحت عملت لفكرة يا باباية عرض علي ان انت انا هتديك فلوس وتعمل بيزنسه وبتاعه يلا احنا هنخش مع بعض والاية جات كده من الاول وانا قلت له لا انا مش عايز كده انا عايز ابتدي الحاجة من نفسي ليه لان انا انا بكير على كل ما انا كل مالين فيها انا تعبت فيه تعبت فى ده رست فيه عملت احاجاتي وتبقى كرياتيب اكتر ان انت تلاقي حلل المشكلة دي حلل انا عايز ابتدي الحاجة هذا هو الوصف. ليس الوصف بأنه يريد أن تحقق فلوس لأ. الوصف بأنه أتحقق عدد ملتينيشنال كوربريت وإن شاء الله سأصله. سأصله يا بروه. إن شاء الله. فالأيديا تاعتي كانت كده. أنا حاطت هدف بالنسبالي. أي حاجة بقى. سدد ودانك. عايش دينيتك. قفل عنافسك الأوضاء. ما بتنزلش. تنفيه وشوشة كتير طبا. كل حاجة. يبني حرام يبني مستقبلك. يبني مش عارف مين عنده صيدلية قال لي حيديك شغلانا ان انت مفيش. بالظلط. تمام. دلوقتي خلاص انت عارف عايز تفتح بزنس انت في مصر. قلت ان انت بتاديك تبص على المختلفة. لا الايديا جت من بره. أنا قلت هفتح بزنس زي ما قلت لك يا كتت جت من بره. من وانا في 2018. بس انا قلت ايه انا عندي الايديا دي بس انا ما عنديش الفاندينج. فالفاندينج ان انا هفتح بره وهم بره. ما عندهمش يعني اليونيك سايلينج بوينتز بتاعتي بره مش جديد عليهم. ايه. فكرة استسايلة بالنفايرمت والناتشرال برودكس والكام ده كله. لا هم عارفين وعندهم يعني العميل ممكن يكون بيفهم اكتر من الاونر بتاع البراند. العميل هناك يعني افهاي نوليج. عشان فيه شركات بقالها كتير جدا. بالزبط فهم سبئلنا في الحتة دي. وانا اتعلمت منهم فانا ما ينفعش ان انا اه انا عايز اوصل لده وانا هدفي ان انا ان شاء الله. بس هو ده الزكاء برو عشان انت لو روحت دلوقتي هناك من غير كابتل قوي. وده اللي انا بحاول اقوله الناس يا جماعة الواحد يبدأ بزنس في مصر. اسهل بكتير او عايز يعمل اي مشروع في مصر. اسهل بكتير والله ما انت تبدأوا برا برا اصعب بكتير. الناس مش هتساعدك لو عايز حد يعملك اي حاجة يساعدك ولا. هنا في مصر برو انا بتكلم واحد صاحبي بقول لك يا انا محتاج كزا كزا. حالة نجوه انا جاية ساعدك. اه هعمل لك مش عارف ايه. حالة نجوه انا جاية. الانفيرومنت حل وليك انك انت تقدر تنجح في البيزنس بلوس انك انت احنا بنبيع كل حاجة في مصر. بنقدر نبيع اي حاجة في مصر. بس احنا ما عندناش ان احنا ما عندناش الميندست. ما عندناش البلييف ان انت تقدر تثبت ده. لا انت مركز مع الناس. مركز مع اللي حواليك. مركز الناس هتشتغل ازاي هتعمل ازاي. وانا همشي غرا. لا انت شوف هدفك ايه. قفل على نفسك. اشتغل على نفسك. شوف انا عايز احقق ايه وحقق يعني بلاش اللي هي فكرة الناس اللي حواليها اشتغلت ازاي او عملت ازاي فزي ما بقولك الايديا كانت جات من بره وقالوا لي تعالى احنا هنفند البروجيكت بتاعك بحوالي 15000 يورو وكانوا الناس صحابي وبتاع اللي هو يلا هنبتدي من الجاراج بتاعنا هنبتدي 15000 يورو وانت يار فورميليتنج بروديكت والموضوع بالنسبلك لطيف فوعي نوت فتعالى وابتدي البروجيكت بتاعك وقش طيب 15000 يورو مش مبلغ وحش برضو اللي هو حوالي ربع مليون مصري فده مبلغ مش وحش كل اللي معي حوالي 40-50 الف افتح بيهم بزنس معيش اكتر من كده اللي هو فده بالنسبة لي ده مبلغ كبير طبعا انا ببتدي بيه البزنس بتاعي فالأيديا جات من هنا قلت طيب ماشي اعط بقى افكر مع نفسي ما خدتش القفرة على طول ده خالص ما خدتوش لا فكرت فيها الاول ايه ده كده ارجع مصر فكر في دينيتي لان انا ساعتها كدت ايه كدت ساعتها لو رحت وفتحت البزنس اناك كدت اسيب دراسي كدت هعند مع اهلي كدت اه هادرس برا وهعمل البروجيكت بتاعي برا وهتدي بريزنتج جامد لصحابك او اللي هيديك الانباس بولا حاجة وانت مش طالع واقف على رجلك انت يعني ار سليف تو ديس بيبل لو انت الناس دي لو صابتك انت بكرا انت في الشارع والناس دي مش هتحبك اكتر ما هتحب الرازلت بتاعك وادل بربيس وكل حاجة بس زي ما قلت لك البوتانشل بتاع نجاحك برا اقل بكتير جدا من نجاحك في مصر والله يا برو الكلمة دي محتاجة تتبروز بالزبط بالزبط فانت عندك بتنشي انك تنجح في مصر جامد فابتديت بقى قلت ايه؟ تا هياخد الايديا اعمل ماركت ريسيرش بتاعك بتدي بقى ابحث في كل حاجة في مصر شوف كل كنت بعض اذاكر البراندز شغالة ازاي ايه المشكلة في الماركتينج عندنا ايه الويك بوينس عند البراندز ايه الحاجات اللي انا اقدر اخليها يونيك سيلنج بوينس بتاعتي وانا مؤمن بيها فعلا يعني حاجات اللي انا ايبليف انت وهو ده البراند بتاعي لازم يظهر بالاسلوب ده يظهر ترانس باراندز ايه اعمل ايدنتي للبراند بتاعي جامل جدا وقدت حوالي سبعة تامن شهور قافلة عنافسي وسافرت المانيا برضو كنت شغال في شركة وساعتها بقى كنت بعمل فلوس يعني انت يعني جامل جدا يقول لغد الوقتي ما عندكش اي بروديكت مفيش اي حاجة انا عمال بدني افكار عايز احولها لبرودكت بس انت بتشوف ايه اللي شغال طيب ايه اللي شغال برا كمان وايه اللي مش بيتطبق لسه في مصر طيب ايه اللي بيشتغل ان برا مسلا ان هما على ان هما بيقولوا بالزبط ازاي عملوا البزنس بتاعهم ومكتوب بالزبط ايه اللي جوه هنا مش خايفين وبيبنوا ثقة مع الناس على قد ما يقدروا عشان يكبروا البراند والمهم ان الناس تبقى واسقة في البراند مش ان هما يشتروا البرودكت ان هما بيبني فانت كنت تحطط الافكار دي بالزبط كلها في دماغك ولسه مفيش برودكت كل ده مفيش اي برودكت ابتديت اعمل البرودكت بقى بترايل ان اير انا دلوقتي خلاص شفت الباشن بتاعي في الكامس وفورميليشنز وبتاع فما تيجي نجرب شوية برودكت كتا فبتديت اجرب لقيت ايه ده انا بطلع برودكت حلوة ده لا 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 ده تلع موضوع كويه ترايل ان اير هما بيعملوا مثلا ايه بتديت اول حقيقة كان بالنسبالي البادي سكروب الموضوع كان سهل انت تعمل بادي سكروب وبتاع ايه لا صبون دا يا جماعة اللي بيوفيه حاجات تعمل كده الاسكروب اللي هو تأل جسم فبتديت اللي هو ايه في الاول اعمل الايديا بتاعتي كان ايه تعال انجرب try and error انا مش عايز ابص على فورميلا يعني انا مش عايز ابص على فورميلا بتاعتحد انا عايز اجرب الفورميلا بتاعتي انا عايزها تبقى عاملة ازاي انا عايز البروديكت بتاعي ال & product بتاعي عشان اشتغل عليه فانا حطيت ان البروديكت بتاعي عايزه يبقى بيعمل كذا 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 وبرضو يبقى بالنشرة الفورميلا. جامل انا عايز اهدف البروديكت بتاعي ان هو بيخلي ال skin soft. بالزبط ان انا عايز يخلي ال skin بتاعي مش عارف عامل ازاي الفكرة كلها ال end consumer بتاعي او الراجل اللي انا هتديله البروديكت دا البنت اللي انا هتديله البروديكت دا في الاخر تحس بايه? جامل. بس فانا عايز اتجيب بتاعتي وهبتديها عشان نوصل بتاعي. ده بقى كتير قوي بقى ده ولا ايه يا برو? مش ترايل ان ايرو. يلا يلا هنعمل ده دلوقتي. انا بحب القهوة في يلا هنعمل كافي سكروب. لو كده. لو انا بحب القهوة فانزل نزلت عند الراجل قلت له انا عايز جرانيولز. انتو ما تكلمتناش اصلا نسع بس موجه تكلمنا في الاخرى عن كل واحد بقى بقى بعمل ايه جامل. بالزبط اقول لك على كل حاجة. الايديا ابتديت من هنا الفيشي البادي سكروب. ابتديت اعمل بروديكس بادي سكروب. ابتديت اعمل بادي باتر. ابتديت اعمل بحاجات موجودة جواه المطبخ عادي جدا انه حاجات طبيعية جدا زيوت مش عارف ايه. ابتديت اجمع زيوت من هنا وناتشور بروديكس. فلقيت بيطلع بيطلع. لا انا بطلع منتج. انا بعمل حاجة انا بعمل حاجة جميلة. لا لا طب لاتس دوت وكمل بقى ريسرش بتاعك وابتدي اعمل بقى فيشي البراديكس وبتديت اعمل حاجات. ابتديت اعمل ايه انا كونسيومر سنترد قوي انا بركز على العميل من الاخر. لازم لازم. هي دي عشان تبني بزنس. انا عشان ابني بزنس انا متعلم ده. انت لازم تركز على العميل عايز ايه. فكنت بعمل ايه تاسترز كتير قوي. I die of free giving بقى. انا هعمل تاسترز بقى. ده انا هعمل تاسترز كتيرة. عشان تلاقي البرودكت اللي بيشتغل. بالزبط. انت ما تعرفش اصلا بيشتغل ولا لا. اشعرفك. كنت بعمل ايه بقى باجيب بعمل جوجل فورم عادي جدا. ببلاش كل الكلام ده ببلاش عادي جوجل فورمز والحاجات دي كلها تعملها ببلاش. حاجة بيزك جدا. وابعتها اناقل ناس اه انت كان عند صحابي كتير بنات اللي هو يلا انت عندك صحابك بنات اه هاتيهم في الجروب ده. هاتيهم في الجروب ده. هاتيهم في الجروب ده. يبعت لهم الجوجل فورم. يبعت لهم الجوجل فورم. ايه الحاجات اللي انتو عايزين تشوفوها في البرودكت. يعني ايه. ايه الحاجات اللي انتو عايزين تشوفوها في البادي باتر. ايه الحاجات اللي انت عايزين تشوفوها في الفيشيل آآ كلينزر. خلاص. وكنت باشوف هم بيريسبوند ازاي. ايه الحاجات ايه الحاجات اللي هما شايفينها مش موجودة في الماركت. وعايزينها تبقى موجودة. جامل جامل. ابتديت من هنا. وبتديت بقى اللي هو ايه? طيب انا هخلي بتاعتي تماتش بتاعتكم اللي هم عايزينها دي. وبتديت من هنا بقى ايه? بعد ما جمعت الريسرش بتاعي بتديت عمل تسترز ازاي ما بقولك? واوزحها عليهم تاني. وقلوا لي رأيكو بقى في التسترز ده. هو ده اللي انتو كنت بتدورو عليه? هو ده اللي انتو بتقولوه? بالزبط. هل البرودكت ده ماتش? طب لو مش ماتش ايه? الحاجات اللي انت شايفة ممكن تتحسن فيه. طب حسنه ازاي? الكلام واحد واحد عالتليفون عادي اللي هو ايه? انت شايف ايه في البرودكت? ولو فيدباك جالك وحش بتزعل? لا عادي. بالعكس الفيدباك الوحش ده انا انا عايز الفيدباك الوحش مش عايز حد يجي يقولي انا مكنش بدي البرودكت لأختي ومي وكده اللي هو. ماشي كنت بديه. مهما كيكا. عايزي. هايخفوا ان هما. الضبط مش عايزي يقولك. بلا انا كنت بدي الناس معرفهاش. يعني كنت بدي الناس. انا مع عمري متعاملت معاهم. just to know the feedback. the real feedback of people. فاهم? لو انا عايز اعرف البرودكت بتاعي. is it working or not? اللي هو يعني انا هاوصل لايه. مانا مش في الاول فاهم مش مش همي اختي هما اللي يشتروا مني. اللي يشتروا مني هما دول اللي في الشارع. فانزل اوز عليهم البرودكت. وخدت بارت من التسترز وانا مسافر الالمانيا بضو. وعملت عليهم الريسرش هناك. سألت ما ديفرنت بقى environment خالص البرودكت بتاعتي هناك هتبقى عاملة ازاي برضو عشان اجمع knowledge كافية ان البرودكت بتاع هيبقى is it working or not? وايه الحاجات انت شايفينها ممكن تتحسن فيها. وانت تقول لي بتاعك يا برو مالتي ناشنال. بالزبط. فانا مالتي ناشنال مش هفضل عايش على العشرين واحدة من صحابي اللي انا عارفهم في مصر يوم اللي عملوا لي الريسرش ده. لا انا لازم اطلع بيه برا مصر. ويبقى عندي الايديا دي من الاول بنيها. عشان لما اقول مالتي ناشنال كوربت انا فعلا هوصل لمالتي ناشنال كوربت. جاب. بس فالايديا جات من هنا. وبتديت عمل ريسرش بقى. وبتديت اجمع كل حاجة وريكوردت زي ما بقولك اللي هو ايه انت بتكتب كل حاجة. ده اخدت دة touق PREFACE. اللي هيل التستو منيل دة و iyo دا او الترش فاق دة اخدت دة وقى. يعني خد مني سامر كولو 2019. سامر كولو. قافلى عن نفسي فعلا كنت. كلام ده من ٢٠١٨ يعني ما فيش يعني من يومين. او عائد يا هو من يومين. اللي الو انا بحس اللي هو ايه ده لا انا كنت عامل كلام دة مبارح يادي. اللي هو الا انا او ايه حاجة لا عادي انا هكنت عامل كلام دا مبارح. كريز. كريزي. كان في 2019 ابتديت من وانا بدرس وكان في امتحاناتي وكل حاجة. انا دا ايديا. ان انا ايش طه ماشي هنجح في الامتحانات وهجيب درجات كويسة والدنيا طيفة وكل حاجة. بس انا بالنسبان انا شايف في نفسي. في البزنس ده. انا عارف ان ده. انا كمان لسه في الجامعة. لا انا اخلصت جامعة. اخلصت جامعة. انا لسه في عندما كنت ابيدت ده البروجكت ده كنت في الجامعة كنت في الجامعة. كان عندي 20 سنة 20 سنة بالزبط. كان عندي 20 سنة او ما ابيدت البروجكت بتاع والأيديا جت. وده يحاول اقول للشباب كلها مش لازم نستنى نخلص جامعة. اكيد الوقت بتيل ان انت على بال ما تلاقي بروديكت ان انت تعرف بروديكت ده الداحق كويس وان هو بيشتغل وان الناس محتاجه ويبقى عندك feedback الموضوع بياخد على اقل بالنسبة لي من خبرتي والناس اللي بتكلم سنتين لتلاتة ان انت بس تعرف امازون عشان يعرفوا برودكت كويس هيشتغلوا ولا لا برودكت موركت فيت من خمس لسبع سنين. طب. بس عشان يقولوا او مش اوكي. حنزق بدا ولا مش حنزق ده. فالناس بتستنى تخلص جامعة. وطبعا احنا زي شباب زي الفول بالكامعة. فنخلص على اللي احنا عدلها بعض الشيط سنة. فلا. والله يا استاذ عمورة. خلصنا اصلا. انت لو خلصنا اصلا الله. انت ما استنيتش. انت انا مش عايزة انا انا فيه تراك كده. انت حطوا لنفسك في مصر الناس حطاه. فيه تراك. لا انا لازم اخلص جامعة اشتغل شغلانة اعمل كذا. لا انا مش في التراك ده. انا باصص في حيط تاني. عايزة ابني مالتي ناشنل كوربريت. عشان تبني مالتي ناشنل كوربريت. انت لازم تطلع من الدوامة دي. لازم تطلع من اللوب ده. عشان تطلع منه. انت لازم تدور على بتاعك. والباشن بتاعك ده جالك دلوقتي. انت مجمع المعلومات دي دلوقتي. بعد سنتين يو نيفر نو اللي ممكن يحسن. فهو اتس ناور نيفر. لو انت عاشق دلوقتي. دلوقتي. هي دلوقتي. وما لو ما نجحتش عادي فيش مشكلة انا اتعلمت كتير. اتعلمت كتير قوي. انت تعلمت كتير ازاي تتعامل مع ازاي تتعامل مع الناس دي. هتاخد ده تطبقه في حاجة تانية. طبعا. طبعا. انت لسه عندك عشرين سنة. لسه فاضل لك ستين سبعين سنة تعيشهم. انت لسه عندك كتير يعني انت يعني قدامك سنين كتيرة. انت لو ما تعبتش في ده دلوقتي ما انت هتتعفق ايه تاني. هتفضل مركز في الكلية والنايم في حتة الامتحانات وخلاص. انا في ناس ده بتاع اكادامك والدنيا لطيفة. مفيش مشكلة ده ده اتس توتلي اوكي والدنيا جميلة. بس انا بتاعك كتشافه في حتة تانية. فابتديت اشتغل على ده. احنا دلوقتي وصلنا خلاص انت جمعت الفيدباك. كله. وكل ده. عملت. عملت خمسة بدأت باول خمسة برودكت. وكل ده انت لسه في الجامعة ده في بتاعك انت بتعمله ورجعت عماني خدت الفيدباك. عملت خمسة بعد ما قعدت. بزد. تجرب وتعمل تجرب وتعمل لغاية لما طلعت بخمس حاجات. بالزبط. اه طلعت بخمسة برودكتس. طيب الخمسة برودكتس احنا عايزين نعمل براند بقى وهي كانت ماشية مع يعني ماشية مع فكرة البرودكشن. انا عايزة ابني براند. طب انا عايزة ابني براند ازاي ايه? اقرب براند مش لشخصيتي لله انا عايزة وصل له قدام. فابني براند ابني ازاي? رابع عليك تاني انت مركز على الكونسيومر. بالزبط. اللي محمد يعني في الحتة دي اللي محمد دي. هو انت مش هتبيع لمحمد. بالزبط. بالزبط. محمد مالوش اي علاقة بالموضوع. انا عايزه انا في الاخر ببيع الكونسيومر هو بعيد عني خالص. هو بنات. هو سكين كير. حاجة اصلا انا مكنش يعني مش انترست فيها بس انا انترست في بلدينج ابراند. بلدينج ابيزنس. انا دي رابع في الحتة دي. انا ممكن اعتقد ان كان يحصل كلاش في الحتة دي. انا انا كونسيومر لحاجة زي كده كان مممكن البرودك بتايعا ما يمشيش. لان انا هتبقى دى حط التجي في الاول اخير ايه على البرودك. بس انا فوكس على الكنسيومر من الاخر. yeah do you want to have the freedom to work from anywhere in the world? are you dreaming of getting back all that time you spend in traffic? do you want to be abble to work on your passion and be financially independent? ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة موسيقى بزعت. دي فالي. دي 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 بتاعت البراند. عايز اوصلها. دي لكنت جول لان عايز اوصلة اول ما انت تشوف ديك. تحس او عن البراند دا بنسبالك. نشرح الحتة دي بقى بالعربي تاني يا محمد ده حتة مهمة جدا. وممكن نشرحها لو مش عارفين الترجمة بتاعت كل كلمة ممكن نشرح. نشرحها جانرالي كده. بزبط. انت يعني احسسك بالبراند. الايدنتي بتاعتك اللي هي الحاجة. الشخصية بتاعتك. بزات الشخصية. كان في كزا حد برا مصر كان بييجي قولي انت عايز تبني براند؟ براند بتاعك ده لو مغني هيبقى ايه. جميل. لو شخصية هتبقى عاملة ازاي؟ هل هي هتبقى انرجاتيك؟ هل هي هتبقى انا برضو الكور فاليز الخامسة كانت passionate سوري. احنا قلنا ناتشل ان انا passionate قوي وانا عايز البيزنس بتاعي يبقى it's about passion. جميل. البيزنس بتاعي يبقى passion driven. فهي الفكرة كلها انك انت تبني ده وتوصل للعميل الواي اللي هي حتة. ليه? ايه السبب؟ انا بعمل البراند ده ليه? ايه هو سببك؟ بالزبط مش مسألة انا ببيع natural skin care products او ببيع منتجات عناية بالبشرة. مبارح زيزو كان معنا على البودكاست آآ زياد المعوو قال ان لازم يكون سببك اهم من هدفك. طبعا بالزبط اللي انت الواي بتاعتك انت لازم توصل لها ليه السيركل الكبيرة دي انت لازم تريفاين 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 يعني تعمل filtration تقعد تفلتر الموضوع كده لحد ما تنصل انا بعمل ده ليه? او عايز اوصل للعميل بتاعي ايه? فوصلت للواي بتاعي ان ده الidentity بتاعتي هي ده دي شخصية ديوك. ان انت تبقى تبقى واضح مع كل الناس. واضح مع العميل تبقى واضح تبقى تبقى transparent تبقى شفاف وانت بتبقى ال product تكتب كل حاجة على على المنتج بتاعك. ال product بتاعك يبقى ال design بتاعته تبقى شفافة. الناس شايفة اللي جوه مش مستخبى. there is nothing to hide. فهم اصلي بش اي حاجة ان انا خبيها انا انا فخور بالمنتج بتاعي انا فخور بالشيء ده. انا فعلا عايز اوصل ده للعميل. ان هو يبقى of the same of the same mindset نفس الفكرة. كامل كامل. ايه ايه اه عايز احاسه. كم في ناس صحابي او ما او ما انزلت بال testers ات اكرب يا عضل. اصلا. اصلا. بالذات. صح? بصلا. اصلا. كان كله كده والله كان فيها صعب كنت مجيبه انا شغال معايا. كان بيجي ويحط يده في ويدوق. قوله تتعمل ايه? قولي انا بادوق. ايه بفيها. قولي ايا فيها خطر عليها قوله لا اه ما فيعاش خطر عليك بس اللي انت بتعمله مش طبيعي. بالضبط كنت عايز اوصل الكور باليوز بتاعتي او الايدنتيتي في المنتج ده جامع انها ازاي تبقى ترانسبيرنات ازاي تبقى سيمبل حتى اللوجو بتاعنا it's very simple it's يعني حتى الايديا behind the logo ان انت بلاك and white اربع حروف ونقطة اه اربع حروف ونقطة black and white this is the basic thing في الكالرز في الحروف حتى انت مكتبتش capital مع اي حاجة انت very basic الموضوع very basic فانت عايز توصل للعميل ده نحنا we are basic brand natural brand back to nature احنا ما فيش اي حاجة عايزين نخبيها احنا عندنا product 100% natural اللي هيتعامل معاك human factor we are building a community كبير ده اهم شيء بالنسبة لنا knowledge بنعلم كمان عشان نبني community هتكلمنا على حتة دي هتكلم فيها بعد شوية بالزبط بعد اما خلص حتة ال community ده فانا عايز اوصل لده عملت ال brand identity بتاعي ان انا وصلنا للجو في الاول عملنا الليجو و بعد ما عملنا الليجو عملنا بسفيه ناس بتركز اما محمد عاللوجو والاسم بيبقى مهم في البزنس اوي الليجو والاسم مهمين بس المهم انتا بتعمل ايه انت عايز توصل ايه لعميل انا ممكن اعمل الليجو جامد اوي الليجو ده جي اخر حاجة والاسم ده اخر حاجة لوجو الاسم جيه اخر حاجة في دماغه انا يعني بالنسبة لي لوجو الاسم اه مهمين وكل حاجة بس هم لازم يوضحوا للعميل بتاعي ايه يعني هو الواي مش 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 مهم اللوجو هيبقى لونه ايه او هيبقى الحاجات دي اه بتفرق مع العميل بس مش بتفرق قد يعني ممكن نقول 20% تفرق مع العميل لان الاسم بتاعك يبقى كاتشي الناس تبقى بملفت ليهم كل الكلام ده مهم بس انت ايه الواليز اللي انت عايز توصلها للعميل زي ما بقولك إلا اكتا عايز تبقى واضح معاه فانت عشان تبقى واضح ده هيوصل ازاي في شكل اللوجو بتاعك عشان تبقى ترانسفيرنت عشان تبني كوميونيتي ده ده انت لازم توصلوله ل viable اللوجو والبراند ايه حد ممكن يعمل لوجو البراند سوي مش مش صعب خلص المش الديزاين بتاعه اللي صعب اللي صعب انك توسل للواي جامد اللي صعب انك توصل انا عايز اعمل ايه ايه الد buen بتاعك ايه البليف بتاعي انا عايز اوصل لايه? فده ده اللي كان صعب فعلا انك عايز اوصل للكورف ازاي اقدر اوصل الخمسة بتوعي دول او الايدنتي بتاعت البراند بتاعتي دي? عشان انت لو معاك الكلام ده هتدي الكلام ده للبريف ده للديزاينر والديزاينر هو بقى سشغله ان هو يوصل المعلومة ده. يوصل المعلومة دي باسلوب في الديزاين. الا اه وانا وانا اسلوبي برضو ان انا اوصل الحاجة دي للعمل في البرودكت بتاعي. فكل حاجة هو. يا جماعة درس براندن سريع عمال. بزبط. ده 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 باسيكلي وان تو سري براندن. طبعا. فهم? ازاي انت لما عشركة تيجي تعمل تعملك براندن او تعمل كزا. لازم هيسألوك الاسئلة دي كلها ويطلعوا منك الانفورميشن دي. بزبط. فانت لو عايز توفر على نفسك شوية فلوس? هي دي الاسئلة اللي انت بتسألها لنفسك. بزبط. وتبقى معاك كل حاجة وتعمل وبعد كده تروح للديزاينر. بعد كده الناس بقى بتبتدي بحتة تروح للديزاينر ا ممكن تروح للديزاينر بس هتدفع اكتر. احنا دلوقتي. انت عايزه يفكر لك ايه اللي انت عايز تعمله في البراند? لا. انت عايز ايه من البراند? انت عايز توصل لايه في الاخر? انا مش هدف ان انا ابني براند وخلاص لأ انا عايز اوصل. عايز اوصل حاجات قيم للرجل اللي قدامي ده يتعلمها من البراند التائي. وحاجة مهمة جدا يا جماعة لما توصل انا بقول بقول الكلام ده عشان انت لو معاكش فلوس تبدأ ما يفعش تروح لبراندنج اجنسي بالزرط. انت بفهم ما يفعش. احنا عملنا نفس الحاجة في الشركة. انا لسه دافع لبراندنج اجي سي في كندا. يعني احنا عملنا ريبراندنج. اوكي. بعد ما الشركة كانت مفتوحة. بسنتين ثلاثة. طبعا. عشان دلوقتي انا عايز المنظر بتاع اللوجو والمنظر بتاع الشركة والانتيتي كلها ومعنا كزا شركة. دي اصعب حاجة في البراند. دي اصعب حاجة في انك تعمل شركة اصلا. بس بعدين في الاخر الخالص. طبعا. في الاول اللوجو كنا بنخبط اي اي حاجة. الالوان يلا بس كنا عارفين ايه. بالزابط. بقى عندنا كل ده. رحت ومعنا كاشف انا راح لشركة براندنج باعت شركات بخمسمائة مليون دولار وحاجات كده عشان انا الجول بتاعي برضو زيت. انا عايز اوصل. عايز ابقى. عايز ابقى وعايز اروح وعايز اي نو عايز يبقى عندي اجزت والكلام ده كله. ففي الاخر بعد كده رحت. عشان كده بنقول ده طبعا البراندنج مهم. والشركات اللي بيع البراندنج دي شركات تقيلة ج جدا. مش كله غالي بس اغلبيتها بتبقى شركات غالية في البراندنج اه في البراندنج العالي. وهيكلفك كتير وصعب ان انت يبقى معاك الفلوس دي في البداية. فده ممكن تأجله لما توصل خلاص انت عرفت بتاعك شغال كويس وتبيع ووصلت الحتة المعينة. طب يلا بقى الناكس ليبل. البراندنج بتاعي بقى الليفل بقى ايه الوحش. بس مش لازم دلوقتي. مش لازم طبعا. اه مش لازم. مش يعني اللوجو والا يعني انت اهم حاجة توصل للعميل بتاعك الكور بتاعت بالزبط. حتى لو بتبيع علبة فاضية. بس هو حس منك انك انك انت عندك هدف. هي في الاول في اخر احساس. انت بتشتري. انت ما بتشتريش البراند. انت بتشتري يعني الناس مش بتشتري البرودكت نفسه هي بتشتري الحاجة اللي هم عايزين يحسوا بيها. الفيلينج نفسه البراند. انت فاهم قصدي? فانا ده كان دي الفكرة بتاعتي. وكنت يعني فان فاكت كده اللي هو كنت بعملها ساعتها. اللي هو انا كنت بنزل المولات وعد عدي على محلات البنات وبتاع واخش اللي هو بص على البركي اه اخش على البرفيمس كده. واسمع هم بيتكلموا بيقولوا ايه? لو هم بيتكلموا مع الناس. كنت كل يوم بنزل سأل لا. فيه ساعتين ليرنج هم دول 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 ليرنج بالنسبالي. دي ليرنج فيز. انا هنا بتعلم. ده اللي انا بتعلمه. مش مسألة حاجة هتعلمها في الجامعة. مفيش حد يعلمك كم ده في الجامعة. ولا في المدرسة ولا في اي حتة. انا نزلت تعلمت ده. ده الماركت. نزلت بقف في المحلات. بسمع البنات بيتكلموا ازاي? بيقولوا ايه? بيت وللوقتي الراجل معرفش يعمل لهم كلوزينج للدير او معرفش يبقى لهم الحاجة. طب هما ماش يتكنوا ايه اللي مش عاجبهم في البراند. فهم قصدي ايه اللي ما خليهو مش يشتروا من هنا? فهم قصدي? كنت مهامش وراهم والله فعل. اللي هي اللي هي اللي انت تتعاملون? خلي بالكما ايه ببالاش نمشوا ورا الناس واكركي ميعملها بطريقة ايه? مش عايزين اهيه? اه ده ده اه. اه بالزبط. فكنت اللي هو بعض اسمع. اه عشان عايز اعرف دماغ الكاسمر بتاع ماشي ازاي. وابتديتها كون بقى الديموغرافيك ستاعتهم. اساميهم. ايه الالوان اللي هم بيحبوها. كل حاجة كل حاجة. ايه مشاكلهم في الحياة. ابسط المشاكل. طب هم 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 ماشيين بيتكلموا بيجاصب ولا بيقولوا ايه. ده في الاخر اللي انت عايزت وصله عشان تعرف العميل بتاعك ده حياته ماشي ازاي. انا لازم احط نفسي في حياة العميل ده. جميل. بيعيش ازاي من الاول يوم لحد اخر اليوم. عشان اقدر اوصله ببراند. وابتديت عيش الليلة دي كلها. عشتها. والحد دلوقتي بعيشها وببدأ غيرها وبنزل وبغير حاجات. وعمل بورتفوليو كده ايدنتي للعميل بتاعي. عميلة مسلا اسمها كزا سنناها كزا بتعيشها في البرانتها الفرانية. عملت ايدنتي للعميل بتاعي. ده اللي انا عايز اوصله. فانا عايز اوصل للعميل ده وابني بيه كوميونيتي. كوميونيتي كبير. يعني الكوميونيتي بتاعي ده هو ده يبقى دول السيلزمين بتوعي. هم مش او انا بارتنر اه ما حد بتاع سيلز او كده. لأ انا العميل بتاعي هو اللي هيبقى السيلزمين بتاعي. جميل. هو ووردوف ماوس هي اللي هتمشي. اللي هيمشي بتاعي. ده هتزبط دل اول ان بروديك بتاعك فشيك. بالزبط. انا هزبط ان المنتج بتاعي فعلا. is it working. والحمد اللي احنا دلوقتي وصلنا لحوالي اكتر من الف ومتين ريفيو. واكتر من الف ومتين ريفيو لبراند في مصر. مع معتقدش ان فيه براند على السوشيال ميديا عنده اكتر من الف ومتين ريفيو. في وقت قصير احنا وصلنا الالف ريفيو اه في حوالي. او ده غالبا لكم ده براند من لاشي. من لاشي ايه? من البيت. من البيت. بالزبط بكده. فوصلت للحطة دي. وصلت ان انا العميل بتاعي بنيت كوميونيتي. بنيت كوميونيتي اه بدي للعميل بتاعي بيجربوا. انا عواصق من المنتج بتاعي. وطيب. الطريقة التانية ان انت كنت ممكن تعمل ده لو كان معاك جامد. ممكن ننزل نعمل ونقعد نبني يعني نايكي بيصرف اربعة بليون دولار. ناسا. في السنة. على ماركتنج. بس معاهم اربع بدأوا برضو معاهم اربعة بليون 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 دولار يحرقوهم. طبعا. عشان هما بيدخلوا تمانية بيدخلوا تسعة بدخلوا عشرة. فمعاهم البودجت ان هما يحرقوا وان هما يبقوا دايما قدامك وان هما دايما يعرفوا يعملوا ده ويجيبوا يدفعوا لاكبر في العالم يدفعوا لهم عشان انت بتحب مايكل جوردن فهم عاملين ديل معاه فانت بتحب تبقى معاهم. بس احنا لما بنبدأ يا جماعة معناش فلوس لماركتنج معناش فلوس ان انا روح ادفع لكيم كارداشين لكايلي جينر يعني ان كايلي تنزل لي ده مش عارف بمليون دولار على صفحتها. معناش فلوس ان احنا نبدأ ايه الطريقة التانية? ايه الوسيلة التانية اللي انت تعمل ده? تعمل بالزبط اللي محمد بتكلم عنيه ده دلوقتي حالا حالا ان هو بيشرحه دلوقتي. اه بعديها بقى ابتديت اللي هو ايه احنا بنبني البراند بتاعنا ابتديت كنت بنزل في الكلية مع صحابي عادي اللي هو احنا بنوزع برودكس عادي. اللي هو احنا انا انا عارف ان انا هحرق البرودكس بتاعتي اه لفترة. وكل دي فلوس طلع من جيبك? كل دي فلوس طلع من جيبي اه بس انا ابتديت من من يعني مبلغ مش كبير خالص بقى زيان بقولك اربعين خمسين الف مبلغ ما كانش يعني اه طبعا انا كنت باكيرة على كل ما اللي فيهم طبعا. مش 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 هكدم في ده. وكنت ممكن احوشهم او احطهم في البنك زي اي تفكير اي حده خاص. اي حاجة اه مقدم اي حاجة عربية بتاع. لا انا ما فكرتش في كده. اللي انا كنت بافكر فيه. الفلوس انت عاملها ولا حد? لا انا اللي عاملها. انت اللي عاملها. طبعا من التدريس ما انا كنت بادرس من وانا في المدرسة. فدول كان كم يعني فلوس كنت محوشها من وانا في المدرسة. سنين ده. فلوحة اشاقة سنين. اه بالزبط. وكان فيه كان فيه مبلغ برضو معي من وانا في المانيا برضو كنت محوشه وهكذا. كنت اه كان داتس دا ايديا. يعني اللي هو انا بالنسبالي انا عايز ابتدي الموضوع ده من بنفسي. انا اللي عايز ابتديه. حتى لو هو الموضوع مش يعني انا ابتديت في الاول كان حوالي اه اربع خمس تلاف جنيه وبعدين روحت جبت التلاتية بين الف دول من المانيا اشتغلت في 2019 في المانيا روحت جبتهم هناك. وحطيتهم في البزنس بتاعي. فالاديا كانت جات من هنا. جات من فكرة ان انا ايه لازم ابتدي كل حاجة فروم سكراتش. فهم قصد دي? وبعدين بقى بتديت ايه الفري جيفنج بقى. انا عايز ابني كوميونيتي. فانا مش فارق معي السيلز قدم انا فارق معي ان انا ابني ناس ناتشلل ادفوكتس. يعني ناس مهتمين قوي. والحطة دي بالنسبال لهم هم هيموتوا ويعملوا براند كده ويشوفوا براند بيمثلهم في الحاجة زي كده. وابتديت ادي برودكتس ببلاش كتير جدا لناس كتيرة جدا ان انت خد البرودكت ماشي? وامل ريفيو عنها لو برودكت عجبك. ماشي? ما كنش عايز اعمل حتى لو كان معي القدرة المادية ان انا ادفع لناس. بس لا انا قلت لا انا مش عايز ادفع لناس. انا ابني الكوميونيتي بتاعي الاول وده long term vision انا انا بفكر long term. وستيل لحد دلوقتي نفس القصة. احنا we will not pay to anyone ان هو يادفرطايز. لان في الاخر يوسف لما بيجي يشوف الاعلان هو عارف ان ايه ان كيم كارديشن مدفوع لها اكس عشان تطلع تعمل الاعلان ده. انا مش عايز كده. انا عايز يوسف لما يجي يتكلم مع محمد صاحبه او محمود صاحبه يقول لهم ايه? انا في براند فعلا. هو مبسوط ان هو لقى براند كده. فهو بقى السيلزمان بتاعي. هو بيقول من غير ما ايه عشان هو فعلا براند وده ساعده. اوه is totally into the brand. وابتديت ابني ده الموضوع ابتدى يكبر معايا واحدة واحدة ابتديت ناس كتيرة قوي اه تكلمنا اه احنا بنحب بتاعتكم مش عارف ايه انا سمعت من فلان سمعت كل ده ما صرفش على الفيسبوك ادز كنت بصرف ولا حاجة. كنت بصرف حوالي تلاتين جنيه في اليوم حاجة اللي هو ما كانش معايا فلوس ان انا نصرف فيسبوك ادز فانا الوحيد قدامي ان انا عمل برودكت وانزل اوزاع الناس. انزل اوصله للناس واقول ده البرودكت بتاعي. انا I want to expose myself. فانا انا عايز اشوف البراند التاعي كبير فانا كنت بفري جيف للناس كلها اللي هو خد البرودكت ده انا وصك من المنتج بتاعي. فانا مش محتاج ان انا مش هقدر ان انا ادفيرتايز دلوقتي. بس انا محتاجك انت تسابورت مي. بس هتسابورت مي لما تقتنع بالبرودكت وتقتنع بالفكرة بتاعي. اش عايز حاجة دلوقتي. بالضبط. فتدي تخلى الانفيرومنت ده. تدي تخلى ان في ناس كتير حواليين البراند. فتعالا نوزع البرودكت بتاعنا. تعالا نبص بقى ايه الفيجن الطويلة. انا مش عامل سيلز دلوقتي. انا عارف ان انا مش عامل سيلز. بس انا هبني ناس. هم دول اللي احنا هنقدر لقدام. هم دول اللي هيبقل سيلزمان بتاعنا. هم دول اللي هيكبرو لك الكميونيتي. والبراند بتاعك هيعيش لقدام. احنا مش نازلين نضرب ضربة بخمسة ستة شهور. وناخد نقفش اه خمسة ستة سبعة مليون ونمشي وخلصت. في براند كتير او بتفكر في كده انا هقفش كان دلوقتي. لأ انا كنت عايزة من الكميونيتي. جامل. كميونيتي فري جيفينج. بنديلهم انفورميشن ببلاش. بنديلهم برودكس ببلاش. اه نعمل ريسايكلين مع بعض. كميونيتي. اه هيمين فاكتور طبعا لازم انت لما تيجي تطلب برودكت. اه مايبقاش موضوع اوتوميتيد ريسبونس. we don't use اوتوميتيد ريسبونس. كل حاجات دي الكور فاليوز بتاعتنا ان انت لازم تحسنك في كميونيتي. جامل. انا حاسس في ان انا للمنطقة دي. انا للبراند ده. فابتدت من هنا. ان احنا كل حاجة basic and natural. اه يعني natural كل حاجة تتمشي natural. فهم قصد دي? بس. وابتدينا نوزع البرودكت بتاعتنا ابتدت ناس كتير قوي بتتكلم على البرودكت. ابتدت الهايب على البرودكت يعلى. الناس ابتدت اللي هو احنا we believe يعلى. انت لا ده ده كزا تكلمت عنه. ده كزا تكلمت عنه. جت. يعني ابتديت في ظروف وحشة جدا. اللي هو ابتديت في كورونا. ابتديت اول الكورونا. وعن نقول ان كان فيه بروودكت كنت بقى جيبها من عند ناس بنستوردها من اا يعني الناس كنت بتسويضها من الصين. والصين اول دولة قفرت في حيطة الكورونا والكلام ده. والبروودكت بتاعت تغلى عليها جدا. يعني بتاعت الموضوع ايبقى two times the prices. واو. واو. وانا اي كانت افورد ده اصلا. فاللي هو لا انا I'm focusing on فكرة الكميونيتي. اكبر الكميونيتي بتاعي اكتر في الفترة دي. لان الناس كنت قاعدة في البيت. فانا عايز اكبر السوشيال ميديا بتاعتي. وبتدينا عملنا على الانستجرام وعلى فيسبوك في الاول. بس انستجرام لقينا بتاعنا اكتر. يعني العميل بتاعنا كان يعني هو ده المهتم اوي. فكويس ان انت يعني وهو ده لازم ان احنا نجرب. لازم نبقى على كل البلاتفورم. بس فيه دايما بلاتفورم. هتبقى اجمد واحسن لك من بلاتفورم تانية. وهي دي البلاتفورم بقى اللي انت تركز عليها. بالزبط. بس لازم برضو تفضل تبوست وتحط على البلاتفورم الثانية. بس انت عارف خلاص. يعني انت لو البودجت بتاعك ميت جنيه. مسلا. مش هتحط خمسين في فيسبوك خمسين في انستجرام. لأ. هتحط تمانين في انستجرام. وهتحط عشرين في في فيسبوك. بالزبط اللي هو يعني الحاجة اللي بتبيع. فوكس عليها. يعني انت فوكس في الحتة اللي انت يعني مسلا احنا لقينا برودكت معين بيبيع. فوكس على البرودكت ده. بلاش تشتت نفسك. بلاش تشتت افكارك في حتة ان انا ايه. لأ انا لازم ابقى موجود في كل حتة لازم كل الناس تعرفني. لأ مش لازم كل الناس تعرفني. انا يعني لو انا وصلت للعشرة في المية من من البنات في مصر انا ساتسفايد. ده بتاعي. ده اللي انا عايز ابنيه. ده بالنسبة لي هو الهدف. وده اللي هيخليني اوصل للمية في المية بعد كده. دول دول بالنسبة لي لازم ما فوكس عليهم. يعني جروب باي جروب اللي هو انت فوكس على الجروب ده بتفوكس على الحتة دي وبعدين تبدأ تشتغل عليه. فبنينا الكميونيتي. اه الفترة الاولانية كانت فترة صعبة شوية اول تلاتة اربعة شهور زي ما بتلاتك كورونا مش عارف ايه. بتلات ان انا كنت بنزل اجيب برودكتس وكنت بنزل اجيب كنتينرز من العتبة. كنت بنزل اعمل حاجات كتيرة اوي بنفسي. كنت عامل كل وصل. كل حاجة انا. انت المصنع. انا كل ده كان في مكتب كان في اوفيس. ولا اي حاجة. كل ده من البيت. من البيت اه وكان اللي هو مجرد ناس بتساعدني بجيب اه اختي بتلسألي الحاجات اه كده افاهم اللي هو انت بمبتدي الموضوع اه. وليه يا برو ما فكرتش ان انت اهم حاجة تاخد اول حاجة ان انت تاخد محل او تاخد مش عارف ايه. انا ما عنديش الفاندينج ده بلس. ما كنتش هبقى ما كنتش هبقى عايز اعمل الموضوع ده لو انا اخدت فاندينج لي من الاول ما كنتش هبقى يعني انا بكير عالبراند كيم ندني. تفاهم? لو انا بكير عال. مش مهم ان انت مش محتاج محل عشان تبدأ. انت مش محتاج. انت مش محتاج ده خلص. انت محتاج يبقى انت من من نفسك عندك فاليوز. عندك قيم مؤمن بها. اول ما عرفت مجال الفيلم ميجي التحديدة للمونتاج عدت مع حد منتير شطر جدا. وعادت سألت انت ايه اللي دخلك المجال اولادت ازاي انت عندك المغربة اللي تساعدك وتخليك تبقى ممتير وشطر اول متميز كده. انا ابتديت اكتشف الموضوع ده واحنا عادينا على الاهوة مع صحابه. بس لقيت نفسي بعرف احكي لهم الكسة وبقى هم متشوقين من طريقة الحد تبتهت اهت اكتر من الكسة نساعب اهو. طول الوقت عايزيني اعرفوا ايه اللي جاي ايه اللي جاي. شفت ان انا بعرف احكي الكسة بويس. انا اكتشف ان هو عنده الموهبة دي. ومن بعدها دخل في مجال المونتاج وتعلم وبقى ممتير شطر جدا. اشجاعت لو انت عندك الموهبة ان اكتبك الكسة. وعندك الموهبة ان ابتدت بتحداثها. تتعدل وتخلق كسة جيدة كل مرة تقدر تحقيها بشكل مختلف. ده موحل جدا انك تتعلم المونتاج وتوش المجال بتاعتك من جمع مده. اشجاعت تدخل على بيتشوات بورس سنة ودلوقتي تاخد بورس المونتاج اللي بيعلمك من الفداية حتى الاتراف عن كل تفاصيل اليديتنج وكل تفاصيل الفيديو والمونتاج والحاجات اللي بتعجينا لو الصعبات والمشاكل عدمك كمان يشرح لك كمان اساسيات اليديتنج عمدا سواء ان كان على ايبراميج او ان سواء ان كان مونس. اشجاعت تاخد بورس دلوقتي. عندك قيم مؤمن بيها. الحاجات اللي انت مؤمن بيها وعندك بليف بيها انت دي الحاجات اللي انت هتوصل لها قدام. تفاهمني? جمع. هي دي هي دي اللي هتوصلك. مش اللي لا الفلوس ولا المحل ولا اللوجو ولا اي حاجة. انك انت مؤمن بدا وحطت هدف قدامك هتمشي عليه هتوصل. جمع. بس داتس دا بوينت اللي هو انا حاطت ده بالنسباني. دي الكور فاليس. بس وبتديت سرو اوت بقى البيلدينج كميونيتي وكانش كل دا مكنش بصرف على الفيسبوك ادز كتير اعتقدت مكنش بصرف اه يعني في الفترة دي ما كناش مقارنة تهم بالبراينز تاني ولا اي حاجة ولا اي حاجة يعني. كنا نصف حوالية تساعمية جنيه الف جنيه في شوارة. ولا اي حاجة. بس مجرد انا بعمل بقى اكسبوز ليسيلف للناس. بدي كتيرة جدا ممكن تكون انا مكنش بكسب اي شيء. اي شيء بس انا عارف ان الكميونيتي ده هو اللي هيكسبني قدام. جمع. هو اللي هيكبر البراند بتاعي قدام. وبتدت من هنا طلع كزا حد تكلم على البراند آآ طلع كزا حد مشهورين في تليفزيون برو. لازم مشهورة. اه كتير وكانوا بيجي تكلمونا. لو كان بيجي تطلب. مش اللي هو. مش اللي احنا بعتنا لها البرودكس. احنا اللي كلمناها. لا هي بتيجي تكلمنا. تقول لنا انا عايز اشتري كزا. انا سمعت عن. فلو انتي جد عايش تجيش. لا بجد. براند انتي اتعرف للدرجة. لو انتي تيجي ممثلة او حاجة. وتيجي تقول لك. او. وبعدين. لا لا. انتي لا مش تشتري. انا انا هدعط لك البرودكس ببلايش. انتي لازم يعني اللي هو تورينا فعلا البرودكس دي. اه يا ظالم. شفت الظالم. لا فعلا انت. لازم تبني علاقة مع شخص زي كده. طبعا. الشخص زي كده اللي ممكن يجي من وراء الدي ايه. كتير جدا. كتير جدا. وانا بالنسبة لي اكبر اكتر بكتير جدا من اي حاجة تانية. معاكش ممكن الكابت اصلا انت تدفع. بس انت معاك دماغك تقدر توصل البلند بتاك لاي حتة حتى لو هشيله وحطه. انا كنت بطبع البلند بتاعي كل حاجة. على الموبايل على اللابتوب على على الشنطة. وديه واسعه على صحابي اللي هو اخده احطه على موبايلك. كده. بقى اصلا معيش بودجت تانية. انا ما عنديش اوبشن تاني غير ان انا اكسبوز مايسلف. او اكسبوز البلند بتاعي. ببلاش. that's it. وده اللي بنى البلند بتاعي. احنا ابتدينا ببلاش. وفضلنا مكملين ببلاش. هي that's the point. لو انت لازم تبتدي عندك هدف. مش مهم الفلوس. الفلوس مش هي هدفي. هدفي ان انا اوصل للبراند بتاعي باندي براند. الفلوس جاية جاية. it's a tool anyways. ده اللي نامس مش فهمها برو. وارجع تاني اقولكو. ان الفلوس يعني لما تيجي تبني براند وما عايز تبني حاجة. بميت مليون دولار. ميتين مليون. خمسمية مليون. واغلبية الناس يعني بره. ممكن يبقى عنده شركة مسلا بتساوي ميت مليون دولار. ولسه ركب عربية تويوتا. عشان هم عاوش فلوس. الفلوس في الشركة. ده الزبت. يعني يعني مسلا الناس يقول اه انت الشركات هك بتعمل كسب شركة. انا معايش فلوس في البنك. البنك بتاعي فاضي. انا باخد مرتب. بيغطي. زي زي اي شخص? زي زي اي شخص زي اي موظف عندي في الشركة. انا موظف في الشركة. انا مش حاجة انا موظف في الشركة. بيخشي اللي مرتب. بغطي بتاعي. بغطي اكلي وشوربي فاهم. والحاجات اللي انا محتاجة. وصفر ومش عارف ايه. حتى اللي عايز صفر الصراحة الشركة بتدفعها ومش حالحك عليكو يعني. وفي اخر وافتح البنك دلوقتي. وما فيش فلوس في الاخر عشان كل حاجة بترجع تاني في الشركة. وعشان نبني سكة. وبنحط كلها. ان احنا نكبر نكبر ازاي. بدي ببلاش. بالطريقة اللي انا بدأت بها. الطريقة اللي انا بدأت بها. كنت شغال شغلان ومش عارف ايه. وادفع لموظفين. عشان اكبر عشان اعارف انا كنت ببني ايه. دي الزبت. وانا كنت شغال. مش بقولك انت اعمل كده واندي ببلاش. دي حاجة ترجع لك انت. بس انا بقولك انا بدأت شركتي ازاي? هو بيقولك هو بدأت شركته ازاي? وهي دي الطريقة اللي انا لغاية دلوقتي كل واحد يجي يقعد يقول لي هو عملها ازاي لو ما عاوش كابت الكبير. معاك يا عم ملايين الدولارات معاك خش بطريقة تانية خص بخش بحاجة تانية. هي الاي دي ايه في حاجة تانية برضو يوسف ان انت دلوقتي انت عايز تبني ايه? عايز تبني حاجة شورتر عايز لايستايل بيزنس كده. عايز لو حاجة عايز ان ان انا دلوقتي هيديك الشنطة دي تاخدها مني بربو ستمية جنيه وقفش ستمية جنيه وخلصت لا انا انا مش مش بحاجة. انت عايز ان ده واقف عليك بتلتمية انت عايز تعمل تلتمية تانيين. خلصت. بالزبط اه انا عايز ابني لو انت عايز تبني انت لازم تشتغل ببلاش. انت عايز اللي انا اجي اشتري منك كل شهر. او كل شهرين. انا عايز يوسف. الاربع سنين الجايين خمس سنين. يبقى مؤمن بنفس الافكار ونفس اللي انا ينزل يشتري اي براند تاني. ينزل يشتري اي براند تاني براند موجود وبقاله سنين موجود. ايه اللي هيخليه جيشتري. يعني ايه اللي هيخليه يعرف ديوك. اللي هيعرف ديوك ان انت تروح تيضب عنده. تقول له انا ديوك انا جاي بأعرض عليك واحد اتنين ثلاثة. وعايزك تبقى معي. يعني ايه المشكلة? زي نفس الفكرة برضو ما انا جيككلمتك. قلتلك يوسف انا بعمل واحد انت لازم تعرض نفسك لازم حتى في ابسط الاشياء لازم ترد على كل حاجة ترد على الكمنس رد على كل شيء تعمل كل حاجة عشان انت عايز تكبر ده ده هدفك في الاشياء. وعايز اقول اجزامبل تاني يا برو حتى الشركات الكبيرة جدا الناس بتفكر ان الشركات كبيرة زي ابل مسلا انت عارف ان ابل اول برودكت انت مشتريه من ابل هما بيخسروا فلوس? هما بيعملوا فلوس امتى? لما بيكيبي بتاع القدام. بس بعد كده بيشتري بتشتري مسلا الايفون. بعد كده بكون رايح شاري ايه? بعد كده بيشتري الاربود. بعد كده اشتري الابل واتش. بعد كده اشتري مش عارفung السماعة الجديدة. بس خلاص انا بقيت. انا بقيت ابل واوكينج ابل بقيت. احنا. انت بقيت السالزمن بتاعهم كمان. انت بقيت ماشي بالبراند. وانت معاك سامسونج اتخانق معاك. ب OP ده انا واحد ابل وانت اندرويد ولا قد نتخلق احنا انا وانت وهم كل ده ابل عارف عشان هو بيفكروا في اللونج تورم في اللايف تايم فاليو بتاع انا هفضل مع ابل معطيش لانا عمري حدي بيخش في دوامة ابل ما بيطلعش منها الصراحة انا عارف ان اندرويد احسن انا مثلا انت مومي مش هنخش في الديبيت ده اه 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 انا شغيش في الديبيت ده دا حتى اندرويد احسن انا معاك ما عنديش مشكلة ماشي بس انا كيك انا بتلمسك ابل انا اه يا عام انا 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 بستخدم انا يا بروه ما بستخدمش حاجة على ما بعملش ديزان الحاجة فمش محتاج ولا بعمل جيمينج ولا اي حاجة فانا بالنسبة لي ابل هو شغيل وبعمل كل بتكوننكت مع بعض في الزاود كل حاجة مهو بس انت بتشتري ابل ليه برضو بترجع على حتة الكور فاليوز انت بتشتري ابل انا هي بتديلك كريدابلتي بتديلك ان انا ده بتاعي ده انا ده اقدر لو راميته في الحتة الفلانية ده كان مستحملني في حاجة فهم قصدي انت بتشتري عشان بتشتري عشان القيامة بتشتريش بتاحهم يا برو انا لو في حاجة بقوم دخلهم بيقوم يديني واحد جديد لمدة اربع سنين فهمت ببلاش لو في مشكلة عندي عالكمبيوتر بخش بتكلم اعمل معا من عنده ويصلح لي المشكلة بالزبط فكلمنا عن حتة دي بقى عاملة ازاي معاك دي الحتة اللي انا حتة فعلا لقاوة بتاعنا احنا مهم مهم جدا مهم جدا انا كنت برد على كل ولو انا مش موجود لازم في حد موجود يرد على في الاول انا كنت بعمل وفي فترة زادت فيها كتير اوى على فكرت انا برد واجيب حد من صحابي يرد وحدي تالتي يرد هنرد كلنا مع بعض فانا ما فيش انا لازم في خلال خمس زي العميل ده يترد عليه لازم في خلال خمس ده انا ببني براند ببني كوميونيتي كوميونيتي ده هي مش هي مش تستنى هي دلوقتي بقت مهتمة بالبريدكس بتاعك فانت لازم ترد عليها لازم توريها انك انت مهتم بها اكتر ما هي مهتمة بالبريدكس لازم انت تهتم بالعميل بتاعك فكنت لازم وستل لحد دلوقتي احنا بنعمل بنفس الاسلوب عشان بعينا براند وبنينا كوميونيتي وخلاص بقى نعط بعهم نسراح نعمل ونرد عليكو كل خمس ساعة لا عم فيش الكلام ده فكان ده من الاول. وانا قاعد با فورميليتا وانا باعد 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 لازم هرد برضو. هدفك لما حد بيسألك سؤال هدفك ان انت اتبع له ولا هدفك ان انت. ايه بقى هدفك. مش هدف ان انا المنتج بتاعي قدم ما ادي له فاليو. ادي له حاجة يستفد منها. ان انا هيا دلوقتي جاءت تسألني مسلا ايه انا بيطلع لي حبوب. طب انت بيطلع. طب ايه اللي بتعمليه غلط عشان يوصلك انك تطلع لك حبوب. مش انا عندي بتاعتك. ممكن تبقى مثلا انا بشرب لبن. طب ما تجربي مثلا انت بطالة شربي لبن. المشكلة عندك مش في انك تاخدي. ممكن هي تكون المشكلة عندها مش في فالمشكلة عندها مسلا ان هي في مشكلة في بتاعها بتعمله غلط مش مسألة فانا اديها الصحة. بعد كده هي هتيكي تاخد بتاعي. انا دلوقتي لو هي جاءت قالت لي انا عندي مشكلة مسلا في البشرة عشان انا با اه مثلا باستخدم صابونة مثلا. باستخدم صابونة الفلانية. صابونة الفلانية دي بتعمل حاجة بتدي على البشرة مثلا. بتعمل بشرتها حساسة. فبشرتها لما بقت حساسة بقى بيطلع لها حبوب اكتر. فانا واجبي هنا ان انا اقول لها ايه الغلط اللي هي بتعمله مش ان انا ابيع وخلاص. ولما تقول لها الغلط وده يغير حياتها. هتبقى اه ديوك ادفوكت. هتشيل ديوك فوق راسها وتمشي بيها على طوب. حتصك فيك الدقيقة. طبعا. انا دلوقتي بقيت خلاص هي هي بقيت بتاعي. هي بقيت. بس دي هتبقى بتاعك في نفس اللحظة ولا ممكن. دا 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 لونج ترم. انا بقول لك انت عايز تبني لونج ترم. ولا انت يعني انت دلوقتي عندك رؤية مستقبلية لونج ترم. ولا انت عايز تبني حاجة فور شور ترم وتقفش الفلوس بتاعتها وتمشي. لو انت عايز تقفش الفلوس بتاعتها وامل وكذا. انا لما بتدين ما كناش بعمل اي خالص خالص. قادنا السنة كاملة مش عايز العميل دا مش عايز العميل بتاع الأوفرز. انا عايز العميل اللي يبقى فعلاً مؤمن بالبراند مؤمن بالفانيز بتاعتى. فانا فكرة لا انا مكنش عايز اعمل اوفرز خاص في الاول خاص. حتى لما جيكなんか اول يعني سنة اللي فاتت اللي فات مش بتاع الاثين بتاع واحد واثولين بتاع عشرين ما عملناش في اى 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 دعاية خالص لحاجات او كده خالص. احنا مش ده مش الهدف بتاعي ان انا ربي يجي اشتري وبس لأ. انا بابني فعايزه يبليف. اللي انت بتقول نفس حاجة انا بعملها يعني لما جي يا يوسف ما تدي مش عمي. يا جماعة انا مش عايز انا انا عارف بتاع الده. وانا مش عايز اي حد يجي اشتري كورس وخلاص ويفتكر الكورس ده هو اللي حيغير له حياته لازم يفهم بالزبط هو ليه بيشتري كورس ده. هو بيشتري. لازم هو عايز يعمل ايه? وكزا 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 ويخش الكميونتي وقد اي احنا بندلهم حاجات. طمام? ممكن اروح اعمل زي بتاعي وكرسي بعشرة جنيه. ويلحق تسعين في المية تخفيض ويلحق مش عالي. بس مش هو ده انا عندي هدف معين ان انا عايز الناس تتعلم تقدر تدخل بها دخل من الحاجات اللي انا باعرف عملها مع كل الشركات اللي انا بيخشيلي بها فلوس بالدولار. وهي الهدف انت بتدهر على الانهي عميل بتدهر على العميل اللي يجي يقفش الحاجة ويمشي وخلاص ومش عايز تكيب بتاعك لان هو ده اللي هيكيب البيزنس ده اللي هيكيب البراند. ونفس الحاجة يا برو لما تيجي تبني السوشيال ميديا بتاعتك. يعني انا مسلا يعني حاجة بودكاست زي كده تفكر ان هي حاجة بتروح فيرل وبتجيب ملايين الفيوز ومرة واحدة وحاجات كده. لا. بس. بقابل واحد زي محمد عارف البودكاست عارف مش عارف ايه وجي عايز عملت خطيرة. طبعا. افجد مكتير لو كان عندي مسلا عشرين الف واحد ملوش دعوة مسلا الناس لها في الغنى الناس لها في التمثيل الناس لها. بزا. مش 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 تبكرهم هو الماينسات. فلازم تفهموا كويس جدا ان مش 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 الموضوع مش فكرة كونتيتي. بزا. فكرة بتاعت الكونسيومر او بتاعت الفولور او بتاع واحد صاحبك. طبعا. انت عايز تقابله. يعني انت مش هتروح تقابل واحد صاحبك تقول لي انا عايزة يبقى عندي الناس بتفكر كويس وتروح تقعد في غرزة. بالزبط اه. لا. زي ما كنت بقول لك قبل ما نبدأ البودكاست انا بقفل على نفسي كتير. لان انا عادتا ما ببقاش عايزة احتكب يديني او يطلعني من الحتة ان انا مؤمن بشيء. فانا مش عايزة ابيض عن ده. مش عايزة ابيض عن دي. فانا مش عايزة احتكب مش لازم ابقى صاحب كل الناس. مش لازم تلاتة. كويسين. دماغهم كويسة. على الماينسات بتاعتك. برو اللي جامد ان كل واحد بيجي عاد ع الكرسي ده بيقول نفسك كلام الظبط. يعني يا جماعة واضح جدا ان النجاح لي كده واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة. احنا ازاي يعني ياريتك يا جماعة اللي احنا بنتفرج كل واحد قعد ع الكرسي ده لو انا عافل انتم بتفركوش على في ناس بسراجة على كل بادكاست. احنا بناس بحبها يا سلام عليكم. اتجامد جدا. بس لو اتفرجت على كل بادكاست هتلاقي ان كل واحد يا جماعة بيقول نفس الكلام بس اللي جامد بخبرات مختلفة ببراند مختلفة. وانا كل يوم يعني انا جماعة النهاردة بجد ان جامد. عمل جامد ان هو يعمل حاجة زي كده. انا بتكلم مع الناس صحابي اللي هو ان انا بتعلم ان انا قاعد دي حاجة دلوقتي مخي وصل لها ان حاجة قربت وشفت حد عملها من مصر من نفس البيئة بتاعتي من نفس بتاعتي من 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 حاجة جميلة جدا. بجد وهي دي الفكرة. وديفرنت يعني انا مسلا فكرة الكلنزر مسلا اللي انت ماسكه في ايدك. ريحكو يا برو انا نفسي حط اهو ده للوش. اه. اتكلمنا ع البرودكس بدهو احنا بقالنا ساعة. احنا قلنا كلام جامل. ده البست سيلر. يعني ده ده البست سيلر وده الحاجة اللي احنا تشارنا بيها. ليه بقى البرودكت. قبل ما تتكلم انا عايز اعمل معاك بودكاست تاني اصلا نبتدي نتكلم انت ازاي بقى كبرت الشركة وايه اللي انت عملتها. احنا ممكن نتكلم في ده دلوقتي ونطول عادي. احنا بقالنا احنا بقالنا لوقت ساعة وعشر دقيقة. ساعة وست دقيقة. فانت شايف ايه نخش نتكلم على تشرح لنا كل وكده انت قلت اصلا انت قلت كلام جامل جدا. احس احنا لو ادينا اكتر من كده هيبقى كتير قوي معلومات. اه فهم. اوكي. فانا شايف ان ان احنا ادينا معلومات حلوة جدا. حل. ان ده يعني اي حد تفرج على البودكاست ده دفعة جميلة جدا ان هو يبدأ. اكيد. البروجيكت بتاعه من اي حاجة. اكيد. فانا شايف انه حلوة قوي 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 اللي احنا وصلناه ده. ان نبقى نعمل بودكاست. فري نوليج. ببلاش. من غير ما لاخد فلوس من الحد عادي يعني. دي اهم من اي حاجة. طبعا. العلاقة دي اللي احنا عملناها النهاردة اهم من اي حاجة. يعني مش مش كل خطوة تعملها في حياتك اكيد يعني. وعلى على حسب انت فين في حياتك هي الناس. على حسب انت يا عم انت تقدر تقدر انت متقدرش. احنا بنقول لك بس اللي نفعه معنا والناس اللي عايزة توصل والناس اللي قادرة تعمل ده والناس اللي جاهزة تعمل ده. طبعا. تاني. فتعال نتكلم عن ده ريحته جامدة جدا وحس ان انا لو حطيته في وشي هيبقى جدا. بزا. ايه. ايه. ده اكني منتي فيش الكلينزر. ده. براحة. ايه 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 اكله بانجلو ايه. براحة. ده برضو حاجة في البراندينج. ان احنا كل برادكت ليه نيم. جامل. يعني ده مسلا اسمه اكني منتي. البرودكت ده اسمه هيربيكس. ده ايلت. ده تشنشيلا. جامل. كل برادكت ليه ستوري. ليه ستوري بهايندت. والستوري دي بتتمثل في الاسم بتاعه. لان هو شخصية. تفهم قصدي? يعني هو شخصية. شخصية ما. احنا مسمينها ليه اسم. ليها كل حاجة. بيزد على بتاعتها. بيزد على بتاعتها وهكز. البرودكت ده اول ما استخدمناه. استخدمناه على ناس. اه اه قلت انا عايزة عن ماشي في الاول. فعم الكلينزر كلها موجودة في السوق في مصر ايه? فوم. اه كريم. جل. كل حاجات دي. ايه ده عبارة اللي ايه? غسول. غسول للبشر. غسول. ان انا اخسل وشي يعني. انت تخسل وشك. اه بالزبط. غسول للبشر. طيب. ايو كلمني كده بقى. اه. اه. يخسل وشك يا جو. تمام. نحن نخسل وشي. بالزبط. ده اه غسول للبشر. ان احنا نخسل وشينا. تمام? طيب. ده انا اقول ما بتديت. قلت انا عايز عامل غسول بطريقة ديفرنت. انا مش عايز اه البرادكت بتاعي بازي ما انا لو فوم كلينزر طب انا ايه بتاعه مختلف. يا انك انت ازاي تقدر تستخدم البرودكت ده بطريقة مختلفة. بتاعتك كلها تبقى مختلفة. وانت بتستخدم البرودكت. طيب. انا عايز اعمل البرودكت ده في شكل سيمي صولد وفي كنتينر عادي. لان كل الحاجات اللي موجودة اما جل يا اما فوم يا اما مش عارف ايه. فانا عايز اخليه ديفرنت. فقلت انا عامل برودكت سيمي صولد او صولد كلينزر. واحنا الوحيدين اللي بنعمل صولد كلينزر في مصر. احنا نعمل غسول صولد كده في شكل صولد. تمام? بالزابط اه في شكل ده كده بالزابط. صولد كلينزر. هنعمل غسول بشكل صولد كلينزر بس انت وان يو ابلاي هتلاقي الدنيا معاك سموس وخلصت. اه الاكسبرينيس نفسك تبقى مختلف. جامد اه هو على طول. بالزابط كده. اه على ايه على اسباعي. بالزابط. بالزابط كده. فده كتديه الاي ديه. وابتديت اللي هو ايه اه اجرب البرودكت ده فلما جربته عادت احط ده اخد مني مثلا حوالي اربعتاشر. اربعتاشر في حوالي شهرين. يعني. عادت اجرب كل يوم. وكل يوم كنت اجرب صبح وليل ويفصل يعمل. اه تلاقي اه حاجات ظهرت لك. اه مش عارف بكتيريا. اه تلعت اه بعدها بشوية. برضو البرودكت بتاعت سيلف بريزيربين. يعني انا ما بحطش فيها ايه ما بحطش فيها بريزيربين. ما بحطش فيها مواد حافظة. جامد. يعني انت في ايه انت لازم تحط اه بس ده ما يبصش يعني. يقض معك اتنشهر شهر. اه فليه ليه طبعا. يعني ما بتحطش فيه كيميا. ما بتحطش فيه اي حاجة مواد كيمائية. بس ليه ليه انت لازم تستخدمها. ممكن احط عليه نقطة يقض معك تلات سنين بس بس هي. مش ده سببك. مش ده بتاعك. زبط مش ده الواي. الواي ان انا عامل معينة تبيع اكتر. اه طبعا عادي. اه يقض معي فترة طويلة. لا هضرب باتش كبيرة وراح دماغي في مصنع وخلصت. فاهم قصدي مش مش لازم بقى هند ميت بقى ونقد اه مقدم يعني ممكن اه اضرب باتش كبيرة كوانتيتي كبيرة وبيع بقى كوانتيتيز. بس انا فكرتي مش في كوانتيتيز. انا فكرتي ان انا عايز ابيع كواليتي اوف بروديكت محترم. انت لما تيجي بتاعتك مع البرودكت تبقى مختلفة. بس فجت الفكرة دي قلت ان انا كل بروديكت عايز اتسميه نيم مختلف. يعني يبقى ليه نيم ويبقى ليه ايدنتي شخصية معينة. فالبرودكت ده اول ما عملته ابتديت استخدمه لقيت ان هو بيقلل من الحبوب. هو بروديكت يمشي معي سكن تايب. انا جربت على كل. مع ان ده مفروض غسول. اه. بالزبط اه غسول عايد. فابتديت ان انا ايه مع الوقت ابتديت لقيت ان الناس ابتدي يقل معها الحبوب. انت عندك اكني طب تعليه جرابي. فجت الكلمة الاولانية منه اللي هي اكني. قلت ايه طيب ماشي هو البرودكت ريفرشينج وبتاع وهو منت. فالله ايه. تعالى نسميه اكني منت. انا مش مضمن يا كماعة بس هو بالزبط. المنت بقى اللي مستخدم فيه هو المنت اللي هو فود جريد. يعني هو حاجة طعام اللي هو زي زي بتاع الاكل. فهو انت بيديك نفس بتاع اللي بان. عارف لو انت نفس الرفرشينج انت هتحس بنفس دي على وشك. تعارف انا بعمل ايه كده اهو. بيت الشاي بالنعناع بقى كده كده. بزبط. انظارك كده ايه. طب اول بقى. بزبط كده. بزبط. فاكسبرينس كلها هتبقى مختلفة. انت هتحسك انك بتاكل لبان بس انت بتعمله على وشك وفي حاجة غريبة. لأ انا بدروء كل الناس كاملة. تعارف انا 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 نفسي حط ده اول لمسح من هنوم كده ووش. كده كده. بعمل كده. اوى. كوبايت او على وجه. كده كده لأ جامد يعني هو الفكرة نفسها في البرودكت كانت هي دي. ولقيت يعني انا ما كنتش متوقع ده. يعني ابتديت كنت بفورميلة زي ما بقول لك 14 مرات ل 15 مرات عام. ما البفورميلة عادي. بس ما توقعتش ان يبقى فيه هايب كبيرة قوي عليه كده. تفاهم? ان الريزولت حيبقى جامد قوي كده. كبير قوي كده. اول ما بتديت البراند لقيت الناس تشتري تشتري منه كتير. ده بل بسلر بتاعك؟ بل بسلر. ده احسن اكتر حاجة مختلفة. مش موجود زيه في السوق. مفيش مفيش كومبتشن. بالسوق. غيرت presumably المفيش كنت تشتري فيه هايب خيصي هايب نغيب بوابت Amerسطاني. معظم ان تشبه رب minded اخباركو الانياتي. تريد من الايام اخباركو الانياتي تشعرين على الان اشتر. انه تشعر في الوصل كنقام بغ paralysis تشبه التشعر اخبات الانياتي. عبر صديقه نعمeduc writer. عبر صديقه امامus كنقه احب رأيض اعطى امام بفه كل دمه امور وبدال البان اثنان سترى أنت تسجل ماذا سيئا إلى أن يتكلم على الماضي أو أن نتكلم على مستقبل في البيانان هناك توجد قد تقوم بالمضالحة لتنسل حجب أن تتقوم بحصة ماذا سنة على تقوم بحصة بحصة مرة يدخل بحصة فقط سيكون معنا ماذا سنة أنت يدخل لأنه سنة 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 أحيان لحصة هذا يسعني لحصة تجد صفحة لقد تحديد اليوم لديها العملية الآن يوجد أشخاص في أمريكا الذين يساعدون على كل هذه الأشياء في هذا القرآن سوف نتعلم كل هذه الأشياء البيت دلوقتي اعمل واحد زي دا اه تعمل واحد زي دا بس وشتعمله زي كده هتحاول هتحاول بس انا مؤمن بشي ان كل واحد بيعمل حاجة مختلف عن التاني زي ما انت كده بتيجي تعمل كيكا وانا عامل كيكا الاتنين اليوم تيست مختلف بس انا بتاعتي طعمها بوشري وانت بتاعتك طعمها كيك وانت الموضوع كله كاملة وهي الفكرة كلها ان انا كتبت على البرودكت وكنت مؤمن بده وانت لازم تكتب الانجريديانس كلها عشان العميلي يفهم ان دا الفاليو بتاعتك انت مش بتخبي حاجة عليه وتعرف وبيحط دا وشي ممكن يتحرق اه طبعا انا لازم اجرب كل لازم ابقى عارف اي حاجة قبل ما اخطه على وشي كل الانجريديانس اللي فيه ودي يونيك سيلنج بوينت لان ما فيش اي براند في مصر بيعمل الكلام ده يما بيحط الانجريديانس نقصة يما يعمل مش عارف ايه انا ما عنديش حاجة خبيها تفهم قصدي بلوس الوفر اول اكسپيريينس دي اللي انت بتشتريها انت بتشتريش المنتج نفس انت ممكن تعمل اكني منتي دا دلوقتي وتلزق عليه براند تاني يوسف صبر تفهم قصدي بس انت مخدتش الكميونيتي مخدتش الفاليوز كلها اللي احنا بنتكلم عليها تفهم قصدي ده بمبوني ده 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 ايه ده عشان ايه ده مرتب للجسم الله 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 ده بمبوني ده ده وده وده للجسم بس ده يعني الريحة بتاعته الريحة سبسيفيك جدا دي انا عدت ترايلان ايرور برضو عليها كتير ده عشان ايه ده كريم ده كريم بودي بوتر بحطه ده عشان بيعمل ايه بقى بس اه احط منه قليل اوي عشان هو بيرطب جامد اه زبدة يعني بودي بوتر اه بس مش زبدة اوي يعني هو بص فلافي جدا بس او ما تحطوا كده بزد في البرد بزد في الجو ده بزد اوحش جوه هنا دلوقتي انا حس بجد انا بعمل ده مش اعلان يا جبا عشان انا محتاجه ومعنش انا اسم بس اعلان لو عايز تعمله اعلان ادي اعلان انا حاجة في حاجة امعنش يا استاذ عمورة عشان حتة دي نشفة والله من بره انا مش عائد بقى نصر عنه ايها اه مش عائد والله استاذ عمورة يا ريت يا ريت يا ريت نبتدي نبتدي نخلي الرجالة اه اه بس في حاجة انا اسكين بتاعي اه كويس وما بستخدمش اسكين كير تفتكر ده لو حطيته مساش مساش ايه حيخلي 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 انا بس اصلا ناشف او يا برو انا حاسس انا برد على نفسي دلوقتي اصلا لا لا وشي فعلا ناشف ومن الان انا ناشف جدا 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 ده طبيعي ده سيء من تغيير المواسم اول انت مسلا لو كنت اه في بلد وجاي بلد تانية نفس الكسة تلاقي الموضوع ده اطول بيحصل انا بس بحط في ايه ده حاجة انو كنت محتاجها جدا انا بحط بلوكا ببعد بعد الشوف السوش بزات حتة دي ناشف قوي عندي فده فعلا هو ده اللي بيساعده هيساعدك متلا شرحت لكم البرودك ده اهو حيخة مش عايز ايجا اشتغل مع حاجة بابلو احمل لكم اسكين كير روتين باي يصف صبري جامل جدا دول ايه بقى خلاص ده الفيشل جبته لنا ده الكلانزر عشان نغسل مش انا ده البادي باتر ده ده كان اول برودكت اول برودكت اي اتبر اول برودكت بعد انك optimize ايقان اول برودكت وه وهو ده كان معي برضه في نفس الوقت اوكي هم الاتنين عملتهم Stromتايه هدفه ثاني كان لحية صورة كدة كنت اخدها ايه كنت démilها كده او انا في البيت كان اول برودكت لحية فالله انا عملت تطلعت برودكت كده وانه مسكوا والبسوا البلت وبتايع اللا هو انا انا حققت شئ فاهمله لا 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 دا فيه شيء كبير وتادي تابعت بقى الصورة الناس كلها لو انا 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 دي دي الصورة اللي انا هستارت من عندها انت فاهم قصدي? دي ايه بقى? ده للأكني. للأكني? للأكني اه. يعني لو عندك حباية امخاطط عليها. بضاق زي كده? بالزبط اه اه زي الكريمات اللي هي بتاعت بس ده بقى يعني ده ده الحاجة اللي احنا هنسبستيوت بيها بقى الحاجات الكيميكالز كل حاجة احنا عملنا عشان نسبستيوت بيها حاجة كيميكال احنا نستخدمها. يعني بدلا ما انت تستخدم اه اه كريم مثلا زي الفيوسيدين او اي براند تاني او انت مثلا بتستخدم حاجات اه اه كيميكالز هارمفل عليك. ده في الشنطة طول الوقت. ليه هساق? لا. اه يا دي المشكلة. دي بقى بتخلق لك في ايه بقى ان انت بعد ما يطلع لك حباية تلاقي ايه بعد ال. بعدها بيطلع تاني. اه تلاقي بيطلع لك تاني على طول. ليه بقى? ده هيبدأ بشرية عطوبة الفرز دهون. فانا بدخل نفسي زي ما قلت لك ايه بتخلق لي دوامة. بتعمل لي مشكلة. والمشكلة دي بتخلي انت على طول عندك اه اه انت محتاج على طول تحل المشكلة دي. فتبدأ تستغني نفس المنتج نفس المنتج. والمنتج نفسه بيعمل لك مشكلة انت فهم قص دي? ايو. منتج نفسه بيعمل مشكلة. طبع. ده بالهيربلز يعني اتليه بص ناتشرا الهيربلز صرف. ده ريحته ريحته ريحته. ريحته كده ريلاكس. ريحته. والله. هو هيربلز سبايسيز وكده. لو ما تعرفوهش يعني. لأ انا مش عارف. قلت عارفه. قلت يمكن بي شموا هنا دفلت ولا حاجة. بص شم ده يا عمر. ما شمه من هنا. ده عارف اللي كنا جايبين كندل كده كده بلو اللحة بتخلي الريحة مش كده يا سيد عمر. حتى هو فورمين اللي هو غير عشانين. لا ما هو عادي فورمين برضو ابيه مش كلا. ما هو عادي. يعني في في حوالي اربعة او خمسة في المية من الكوسمس تقعنا بأولاد عادي. احنا المين كونسيومر بتاعنا بنات بس في ولاد كتيرة قوي بتشتري من عندنا. بس هي فكرة فكرة سائدة كده ان الولاد ميفاش تعمل سكين كير. لا ابرو. عيب حرم. مش مش موضوع عيب انا انا بجد انا نيمش بحط اي حاجة عشان بخاف عشان الحمد لله سكين عندي بس بيطلع علي ساعات حاجات. اه اطلع لك اه 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 وشي بيبقى ناشف ما بحطش حاجة عشان خايف ان انا زي ان انا هحط يعني في في سيدين. دخل الناس في الدوامة. بصف في سيدين بحطوا عشان فعلا. بس لو انا عندي حاجة انا عارف ان هي مش هتقزيني. مش هتقزي سكين بتاعتي. واحتخليه احسن كمان. اكيد طبعا. انت فهم? اه طبعا انا هستخدمها. لو حاجة لو حاجة حتحسب ما انا بتمرن ليه ما انا عايز بقى دايما احسن حاجة. اكيد طبعا. وعايز ان انا لما اقبر يبقى عندي اربعين سنة خمسة واربعين سنة. اللي سكين بتاعك بقى كويس. اللي سكين بتاعك كويس وشكله تمام. طبعا. فلا بالعكس. ده ده اسمه هيربيكس. ده ناتشرال هيربيلز. هو جدت الفكرة من هيربز. يعني الهيربز. هي هيربز. ازاي تجمع الهيربز. اللي هي ليها انتي بكتيريال افكت. ليها قوة مضادة للبكتيريا. حاجة مضادة للبكتيريا. انتي بايواتيك ناتشرال. يعني طبعا. انتي بايواتيك بس ناتشرال. فاهم قصدي? جميل. بس بنحط فوق الحباية بس. بقى انا مرخيلي كلها حبات. لا ما ديتحط علينا ما تطلع لكوش كده. فدي كده نحط هنا. بس كنت عايز اجاب التاكشير بتاعته تاكشير لذيذة جدا. جل. اه جل. جل. جل ومعاه ميكشير اف ناتشرال هيربيلز. وقام ده الازازة انت بتلفها كده خلاص بتتقفل. فممكن تسيبه فشوان تعادي. اه تسيبه عادي معاك تاخبر. مش حايدل. اخر واحد بقى هنا قدامنا. ده اي لا تصير. احنا عندنا ناين بروديكس. يعني هما دول دول اربعة منهم. بس احنا عندنا احنا عندنانا بروديكس. احنا بس دول الحاجات اللي احنا ابتدينا بيها. يعني دي الحاجات اللي احنا ابتدينا بيها. جيبت الحاجات اين غلّة على قلبك. اا. بالضبط. كان يمت ايه اول اول اللي هي اوا بتاعتنا الحاجات اللي. واعجبني اوي ي ان كل بروتكت غير التاني خالص. مختلف. غير التاني خالص. ده جيل. ده صولد اوي كده. وفاهم? ده زبدة 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 زبدة. ده دلوقتي جايه لي بازازة تانية وشويكله اويلي شوية. سيرم. اه سيرم. سيرم خفيف. اويل خفيف كده. سيرم. لو هو بالزبط. اه سيرم. ما ربش عن ايه بس انا معاين. السيرم تكسر بيبقى اخف من الكريم. فاهم قصدي? اخف من الكريم بس هو يعني اويلي شوية. اه. اوكي. يعني مزيت شوية. بالزبط. ده بقى الايه بقى? ده فيتومين اي. يعني هو ريتش ان فيتومين اي. تمام. بس. ده بيساعد على ايه الفيتومين اي ده? ده بيساعد على النضارة. نضارة البشرة او كده. بنعمل بمساج. ايه نضارة فور المعنش. يعني النضارة يعني ايه. اه ريجوبينيشن. مسلا. اوكي. تستخدمه عادة. يعني الكونسيومرز بتاعنا بيحبوه عشان حيطة الحبوب. اصار الحبوب. اه. اصار الحبوب. الحباية لما بتطلع. لو انت استخدمتها. لو انت عالجتها غلط. زي دي مثلا. بتسيب اصار. اه. بتسيب اصار حمراء او بتعمل حاجة اسمها هايبربيجمنتيشن. التصبغات في البشرة. ياه. فانا عايزين نعليجها بحاجة مضادة للاكساد. لان عشان يبدأ يحصل سكين ريجوبينيشن او سكين اه ان هو يبدأ ايه. يبني تاني سكين. فهم اصلي. عايزين الجلد يتبني من اوله جديد. فاحنا بنخسل وننظف كل حاجة ونعمل. والخطوة الاخيرة بتبقى السيرم اللي هو الايلات. بنحطه ونعمل مساج للبشرة. ونعمل مساج كويس. فيه سكين كير روتين بقى. ممكن يبقى كامل. كامل. يعني الاربعة دول كلهم بيمشوا مع بعض. اه لا. بس كل واحد. اه ده للبادي ودول تعطى يعني لو انا هاخد كفيشل يعني فيشل روتين فيه ده. وفيه بعديه تونر. عندنا تونر برضو. تونر ده بستخدمه بعد الكلينزر. بس اهم خطوتين في الروتين الغسول والموسترائز والمرطط. تبقى بصدي؟ الغسول والمرطط. دول اهم خطوتين في اي حاجة. احنا لازم نستخدم غسول ومستخدم مرتب. اي حاجة بيزيك سكين كير. يعني انا دلوقتي حفظة بالاثنين دول. بالزبط. غسول ومرطط. الاول احط الغسول بعد كده حط مرتب. اه الغسول باخسل بيوشي كويس جدا. اتأكد ان انا غسلت وش فيه بيبر منت ليفز بتعمل سلايت اكسفولييشن. بالزبط او اخسل وشي كويس جدا. وبعدين اهم ايه مستخدم ممكن بعدين طانر بتاعنا ناتشراكس اسمه فراش براث انا محتاج بقى وابروه برودكت مهم جدا ناتشراكتش موركس بالزبط اه عارف اه اوكي ده كتير قوي طلبوه مني البرودكت ده برضو تشنشلا ممكن ينفعلين بجد والله اه بس هقولك حاجة عشان خلينا بقى واقعي فيه ناس بتحب تبيع البرودكت من غير ما تقول فعلا هيامل ايه يعني لما اجي قولك ده هيعالج الستريتش موركس مش هتتعالج بيرمنت عشان بقى واقعيين ده حاجة حصلت في الجلد فهي انت ممكن تعالجها تعالج اللون بتاعها ان اللون بتاعها يبقى هوموجينس مع الجسم يبقى كل واحد فهيام قصدي بتوحد لون البشرة او بتحاول تخلي بشرتك تمام لكن انك تشيل الستريتش موركس خالص لا مش هيحصل لان هي حصل زي ايه احنا عندنا حاجة اسمها في الجلد الاستين ده الحاجة اللي بتعمل الاستيسيتي للجلد فانت كأنك شديت حاجة فهي مش ترجع تاني فهيام قصدي ايه مش ترجع تاني ايه فانا ما بحبش فكرة ان انا ايه زي ايه لما وسع تيشرت معرفش اصغره تاني بالزبط اللي انت خلاص انت عملت حاجة في الجلد بتاعك ممكن في الخطوات الاولانية لو حصلت دلوقتي وانت ممكن تلحق ممكن تعالجه شوية تعالج الابيرنس بتاعه المظهر بتاعه الخارجي تقدر تعالجه عادي مفيش فيه اي مشكلة لكن انك انت تقول انا هعالجه حاجة وهي مش هتحصل اقول لك ده كريم للستريتش ماركس لا الستريتش ماركس انت ممكن تقللها بنسبة كزا فهيام قصدي حتى لو بنيجي نقول الاكني مش بقولك ايه انت هتا مش هتشوف اكني تاني مفيش حاجة اسمها كده انت ممكن النهاردة ما تنامش كويس تصحى تاني يوم يبقى عندك هرمون طلع لك اكني ففيش حاجة اسمها القضاء على الاكني 100% مفيش حاجة اسمها كده بش حاجة اسمها 100% ممكن تصحى بالزبط وممكن نيوسف يستخدم البرودكت بتاعي يمشي معاه وممكن محمد يجي يستخدم البرودكت ميمشيش معاه بنفس الطريقة لان احنا يا ربنا خلقنا مختلفين ده طبيعي وبشرتنا كلنا بترياكت بطريقة مختلفة فما ينفعش فيش حاجة absolute حتى في كلمة كده كنا بنكتبها على البرودكت 100% natural هي 100% natural بس انا فكرة 100% بالنسبة لي ما بحباش ما فيش حاجة perfect فيش حاجة 100% في احتمال زيرو بونت زيرو 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 في المية ممكن الحاجة تحصل بالزبط ممكن شيء يحصل فيه شيء ممكن يحصل فاهم قصدي فانت عادة مفيش حاجة مية في المية وابسليوت هتنفع مع مع الاكنية او اي مشكلة فممكن ترياكت معيش ممكن تحليلك ممكن تلاقي اختفت ممكن نيجي محمد يستخدمها انت بتقول اكتر حاجة بالزبط بتقولها زبور عشان يعني يعني ممكن تأجري معي محاولها بالانجليش بالزبط بالزبط لو انت بعت الحلم يعني السعادة ان انت السعادة انك انت تتوصل يعني اللي انت عايزه يعني الحاجة اللي هي اللي انت عايز توصلها له مش انك تدي دي للدنيا بيرفكت او وردي او الدنيا مطيفة ايو ما هتعملش البحر تحينة ان انت بالزبط لو انا هقول لك دلوقتي بص بص يا يوسف انت هتاخد او هممكن يساعد الحبوب حيشيل الحبوب بس ده مش يعني حبوب هترجع تاني عادي في ساعات حاجة تاني ترجع للحبوب بالزبط انت بس مش تقول لي هلأ اه انت هتاخد ده عمرك ما هتشوف حبوب على وشك تاني في حياتك بالزبط الفكرة كلها انك تدي للعميل الكافية تدي له كله ما هي الا تلاتين في المية فانت بتقول له اه انت هتاخد دول دول هيساعدوك على ان هو مسلا تتخلص من الحبوب تتخلص من بس انت في عداد تانية لازم تعملها يعني مثلا الهرمون الاين بلازم لازم المية لازم التلام كويس لازم كل جداك ان نكتبه تعارف ادي احكي يا برو ان انا بريليت نفس الحاجة للبيزنس الجديد اللي احنا عمليينه هو بتاع الكورسات انا ببيع كورس تمام الكورس ده مش هغير حياتك اكيد الكورس ده انت مش تاخد الكورس ده وبكرة هتبقى راكب اللامبرجيني بالزبط الكورس ده جايد فيه يعني هيبقى فيه مسلا يقولك ايه في الو ديجت الماركتين هتعرف ان في فيسبوك ايه هتعرف ان في بيد وهتعرف ان في ارجانيك وهتعرف ان فيه بس الاورجانيك ده الواحده فيه كتير لازم تخش وتتحمق فيه وتشتلك كورسات تانية وتدرس حاجات تانية وتعمل حاجات تانية اه انا دايما منسى لازم لازم لايحل الموضوع ده استاذ عمر وكنت متحمس قوي مرة واحدة انا اخدت بساحة بساحة مرة واحدة سكنت ومرة واحدة رجعت هادي التفاهم الناس شتيبها باللي بيحصل اصلا جماعة لازم نقطع الكاميرتين عندنا كاميرتين لازم نقطعهم كل هم مش لازم نقطعهم هم بقطعهم كل تلاتين دقيقة عشان كده تلاقي ان احنا بنتكلم نكلم ومرة واحدة في النص ساعة بيحصل غريب كده هو الترانزيشن ده يا جماعة بس ان الكاميرتين بنقفلهم فبنتطر نقفل وندور تاني ونعمل كراك تاني اللي بيخضوه بيه على قد عادي محمد احنا قلنا كلام كتير جدا وكلام جامد جدا وشوفنا ازاي ان حتى اللي جامد يا برون لها بعمل بودكاست ده عشان شوف في ايه بيزنس تانية ممكن تتعمل من ولا حاجة من البيت على بلاتفورم يعني انا الناس يقول اصلا انت عندك بس فانت ما تقدرش حدش تاني يقدر يعمل لانت عملته عشان انت ممكن قاعدش تعمل من البيت في البودك ده بس انت جيت تثبت لنا ان انت يعني انت تقدر تعمل اي حاجة طالما انت مؤمن بالاند كل بتاعك يعني انا مؤمن ان انا في يوم من الايام ده يحصل بعد سنة يحصل بعد يوم ويحصل بعد عشرين سنة انا شايف نفسي ان انا هعدني مالتي ناشنال كوربرت براند بس بس هاوصلها ادلوقتي هووصلها بعدين ابداحة 24 سنة اعم انت تابعها طيب اخير تديه للشباب طيب اخير اه حاجة اخيرة تديه للشباب تبص في الكاميرا اتك في بداية مشوارك وبسم الله ما شاء الله اللي انت حققته دي حاجة كبيرة جدا 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 طيب هي انك انت ادخل نفسك في كل حاجة بص للي انت شايفه اي الحاجة اللي انت ممكن تلاقي نفسك فيها جرب كل حاجة فيش اي حاجة ممكن اخاف منها اجرب كل الحاجات اشوف ايه اللي انا مؤمن بي وامشي على ال values بتاعتي الحاجة اللي انا مؤمن بيها هتوصلني throughout business throughout ان انا اشتغلت في اي حاجة الحاجة اللي انا مؤمن بيها ادور على الحاجة اللي انا مؤمن بيها مش مهم انها دلوقتي ممكن يكون عندي value انا كنت مؤمن ان انا هبقى مدرس كيمس النهاردة ما بقيتش مدرس كيمس عشان انا شفت الباشن بتاعي في حتة تاني شفت الباشن بتاعي ان انا في البزنس لما احتكيت بالبزنس لما احتكيت بحاجات تانية جمعت الكيمسري مع البزنس وعملت ديوك فهي الفكرة كلها انك تطحن نفسك في كل حاجة لحد ما توصل لان ده هدفي واشتغل عليه 24-7 دي الحاجة اللي اتدرت ادي فيها جامل جدا وهي دي كان حلقتنا النهاردة يا جماعة كان معانا محمد من مش من مؤسس ششك ديوك بجد جميلة جدا جدا يا برو انا هستخدمها مش هقول رأي عليها لغات لما استخدمها واغربها عشان نشوف فعلا ايه هي الريزولت بتاعها بس بالتستومونيالز اللي انت بنيها انا مصدق ده عشان انت عندك البروف بتاعها اريدي اكتر من 1200 ريفيو ففعلا انا كان نفسي في برودكت يا برو ومش غالي قوي وانا بروح اشتري مسلا برودكت لو برودكت جاي من بره ومش عارف ايه اساسا ما بلاقيهمش هنا ولو لازم بيبقوا غاليين في حتة تانية خالص 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 او موضوع مش صعب يعني موضوع مش صعب من لا شيء او انا زي ان بقولك من لا شيء عملنا برودكت مش محتاجة كل الليلة دي يعني لو اي حد عايز يعمل أوردر للبرودكت بتاعك ممكن يعملوه أوردر فين وازاي؟ من على الويب سايت www.dioc.store او ده احنا ما تكلملاش اصلا ان انت اونلاين بيست ميني اونلاين بيست www.dioc.store او من خلال السوشيال ميديا تمام الانستجرام تيك توك فيسبوك dioc dioc.cosmatics dioc.cosmatics تمام dioc.cosmatics dioc.cosmatics الزبط او www.dioc.store dioc.store الزبط كلا جامل جدا جدا والشيبنج بياخد الدهي تقريبا احنا دي برضو حاجة عملنا من خلال من تمانية واربين ساعة 2 و70 ساعة حاجة بنشتغل عليها عطول ان انت تطلب الأوردر بيتعمل له باكين بتسلم الشركة تشرحني بيوصل لك في خلال تمانية واربين لتنين وسبعين ساعة على حسب المنطقة احنا بنوصل في مصر كلها طبعا معدل حيتة اللي هي شرم الشيخ بحر الله شرم الشيخ بنوصل لها بردو دلوقتي جبنا شركة بردو وتوصل لها ام يعني شغالين في مصر كلها معدل اللي هي ممكن تبقى بعيدة شوية بس تبيعوا البرة ولا لسه يا بروح لا لسه دي الخطوة اللي جاية بازن الله هتبدأ بفين يعني انا عايزة ارجع المانية تانية قعيزة ارجع تانية عشان لا ثبت نفسي قدردني البراند هنا اه ول انت تاخده وهو ده الجول وهو ده اللي هيصل صح الانت لو نجحت في الماركت بتاعهم هناك ايجارنتينا كدر تنجح في احد طبعا لو انت لو نجحت في الماركت ده الماركت ده صعب جدا وكل البراندز الكبير اللي موجودة في مصر مش مش قادرة تخش هناك فده ادعو بالنسبة لي كبير انا عايز اوصل لحاجة محدش اوصلها قبل كده. ده البيربس بتاعي مش البيربس ان انا اعمل توتر ريفني ووان بيليون دولر او وتافر لا انا البيربس بتاعي ان انا ابني براند كبير. بس. ده هدفين. ان شاء الله اصلا. جامد جدا ان هتوصل يا برو مية في المية وده انا واصل فيه ان شاء الله بسم. يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله. خد دعوة كده ببلاشة اوه. حبيب يا شو. ودي جت حلقتنا يا جماعة. نحب نشكركم ان انتو تفرجتوا علينا. واحب اشكر كل الناس اللي بتعمل لنا support. وكل الناس الجديدة اللي جات. ما تنسوش تعملو follow لديوك. وfollow لمحمد. احنحط برضو الانسجرام بتاع محمد. وعايزينك تبدأ بودكاست يا مان. وعايزينك تبدأ. نشوفك على اليوكتوب عشان بجدد انت عندك قصة. وفعلا فعلا انا تعلمت كتير جدا. ولسه ده بداية طريقك. فنفسي اتفرج على الجورني بتاعتك اللي جاية دي. لغاية لما تبقى حد بقى يجي يشتريك ببليون دولار بقى. ابقى افتكرني بقى. هقول انا عدت مع شوق. لا اتعجي تاني ما خلاص مش هتقول بقى اخوان لك. لا اتيجي تقعد تاني تاخد طيارتك وتيجي. اكيد. اكيد. تاني يا جماعة شكرا لما تنسوش تعملو لايك وتقولو لصحابكو كمان. دي حاجة جديدة انا ما قلتهاش. دي حاجة جديدة عم اي رأك انا شفت انا بيت كرييتف ازاي? اي خدمة. قولوا لصحابكو يا جماعة على البودكاست عايزين البودكاست دي اكبر عايزين نوصل لأكبر عدد ناس. عايزين نكبر عايزين نكبر نقابل بعض. محمد محتاج كزا انا هزبطه مع ده. انا هزبطه مع ده. انا هزبطه مع ده. انت محتاج تبدأ حاجة. طب انت ممكن تلاقي حد في نفسه يبدأ حاجة مش عارف ايه هو جامد في الميديا. انت جامد في تبدأوا مع بعض شركة. عايزين يا جماعة نشتغل على دي. طبعا. عايزين نشتغل مع العلاقات دي. عشان هي اهم حاجة يا جماعة عشان نبدأ ممكن مع العلاقات. ومن اللي احنا بنتعلمه من بعض. يا جماعة انا البودكاست اللي انا بعملها دي والله اكتر حاجة انا باخدها من البودكاست ده. اللي هما بيعلمه لي. بجد ان انا قعد مع حد بدأ ومر بالحاجات دي كلها وانا هتعلم حاجة زي كده. كلام ده يا جماعة بفلوس. ولو انا عايز لازم هتعلمه بفلوس. وممكن هتعلمه من الناس ما عملتوش. ده حد عمله وجربه وغلط وعمل كل حاجة بفلوسه. وبدأ ببودجرد كابتل صغير قوي اللي هو ياه. فبجد يا جماعة ياريت ان احنا بنستفيد من البودكاست دي وناخد منها المفيد وانطبقوا على الحاجات اللي نمشي منها. مش لازم ناخد كل حاجة. كلنا حياتنا غير التاني. مش كلنا عندنا نفس الفرس. مش كلنا عندنا نفس الباكرااند. مش كلنا عندنا كل الكلام ده. ربنا بمدي لكل واحد حاجة غير التاني. تمام? خد الحاجة كويسة عندك وعمل عليها ما تعدش تقول يا انا ليه كده يا اصل هو كده اصل هو راح المانيا وانا لأ. 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 وشوفنا ناس تانية ولا سفرت ولا عملت وبرضو عمل. اه طبعا. بس. فديكت حلقتنا النهاردة يا جماعة تاني بحبوك والله بحب كل السبورت وبجد اشكركم ان الصفحة عمالة بتكبر والكل ده عمل بيكبر والكوميتة عمل بيكبر والناس بتاديت تبعت عشان تيجي عالبودكاست حاجة جميلة جدا اشوفها. يا ريت تبعتولي اكتر يا جماعة لو تعرفوا ناس تانية تيجي عالبودكاست ان احنا نتعلم منهم ونجد منهم. يعني ايه بقالي كامي يوم نفسي اقول كلمة. ملهم. ملهم منهم. اه نوع ان انت. لا ملهاش. ملهاش اه نوع اتدور على شيء يبقى ملهم لك او بيديك موتيفاشن بيديك ادور على الناس تبقى ملهمة لقى? بالزبط. ينفع? بالزبط اه طبا. ينفع? ماشي. فيا ريت نجيب الناس ان احنا ممكن اقالف كلمة نتلهم بيهم. اقالف كلمة. اقالف عادي يا بيش مش كلمة. خلاص. لا انا انا عايز اقولها بالطريقة اللي عايز اقولها. هقولها يا كماعة هقالف كلمة في السريعة. ويبقوا صلحوني في الكومنت براحتكم وعيشوا. عيش يا ام. اه فتعالوا نتلهم مع بعض. عايزين نتلهم كلها. دي حلقتنا جماعة مرسي جدا بحبوكو والله.